موسيقى السلام عليكم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان وحلقة جديدة بل حلقة خاصة جدا من الأهل خط أحمر أهلا بك يا فارس أهلا بك يا وسامة وأهلا بكل مشاهدي الأهل خط أحمر في حلقة مهمة كتاريخ وكعدد مهم جدا التواصل معكم فيها من ثلاث سنين وشهر وخمستاشر يوم بالتحديد كانت الانطلاقة لبرنامج الأهل خط أحمر كان فات أيام بسيطة فقط لغير على الانطلاقة دي كانت بدايتنا توضيح معنا الأهل خط أحمر لما قلنا زي ما الأهل فوق جميع أبنائه الأهل خط أحمر أيضا خط أحمر أمام جميع أبنائه وبما أننا لن نسمح بتجاوز أبناء النادي الأهلي الخط الأحمر فبالتأكيد لن نسمح بتجاوز المنافسين الخط الأحمر كنا على عهد معاكم خلال ثلاث سنين وتحديدا خلال مئة حلقة يمكن البعض يرى هذا الرقم صغير جدا مقارنة بالتأثير اللي بنشكر أكيد حضراتكم عليه ومش بس بنشكر حضراتكم عليه لا إحنا لازم أولا يعني بنشكر ربنا على توفيقه رقم واحد بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي اللي استوعب الكوادر الشابة وفكر في إعلام النادي الأهلي وكلنا عارفين كويس قوي أن إعلام قناة النادي الأهلي هو الإعلام الباقي للنادي الأهلي خاصة والإعلام الرياضي المحايد أصبح بشكل كبير جدا غير محايد بنشكر مجلس إدارة شركة استداد شركة لايف بقيادة الأستاذ سيف الوزيري ونائبه العميد محمد مرجان بنشكر كابتن إسلام الشاطر وكابتن آياب الخطيب على الدعم خلال المشوار أيضا بنشكر الأستاذ محمد كامل لما كان موجود بالتأكيد البداية كانت مع دكتور محمد العد فما ينفعش نوصل للحلقة المية دون شكر هذا الرجل اللي كان شرارة برنامج الأهلي خط أحمر فكل الشكر والتقدير والعرفان للدكتور محمد العد وشكرا أيضا لشركة النادي الأهلي للإنتاج الإعلامي بقيادة الأستاذ محمد يوسف المهم جماهير النادي الأهلي تكون استشعرت أنه لما قلنا في أول حلقة المهمة صعبة بالتأكيد صعبة ولكن قلنا بدعم جماهير النادي الأهلي ممكن نقدم اللي الناس تنتظره نتمنى وصلنا للحلقة المية بالتأثير اللي احنا شفناه اللي بنشكركم عليه نكون قدمنا ولو جزء مما وعدنا به في أول حلقة في البرنامج فارس أكيد بنشكر جمهور النادي الأهلي وبنشكر كل القائمين على التجربة أيوة لأن كل القائمين على التجربة دول يستحقوا الشكر عشان احنا كانت تجربة فعلا مختلفة اختلاف التجربة فرهان عليها والتحديات من اليوم الأول والنادي الأهلي بقدارته بمجلس دارته بالكامل وعرأسهم كابتن محمود الخطيب كان لديهم ثقة في خلق إعلام أهلاوي وأزرع إعلامية أهلاوية جديدة وكوادر إعلامية جديدة كانت بداية الثقة من دكتور محمد العدل مرورا بكل مراحل القناة اللي تواجدنا فيها مع شركة ستادات أو كابتن إسلام الشاطر أو أستاذ ياب الخطيب وكل القائمين على شركة ستادات أو بريزنتيشن لحد ما احنا معاكم في اللحظة دي يمكن التجربة راحت لحتة كنا بدأنا نشوف يعني بعض الأسماء اللي احنا بنطلقها أو بنسميها على الفقرات هنا زار منتادة أو فار روم كنا سعداء لما بدأنا نشوف أن الأسماء دي موجودة كأسماء لبرامج وهي خرجت من الأهل خط أحمر كمان كنا سعداء أن احنا نشوف تجربة الأهل خط أحمر والسناء اللي موجود معاكم على الشاشة بيتم استنسخها حتى لدى إعلام المنافس وفي محاولة لمحاكاة الأهل خط أحمر ولكن زي ما انتوا عارفين الأهل خط أحمر واحد بس يمكن التجربة كمان لازم يكون فيها شكر الجمهور النادي الأهلي لأن بشوف أن جمهور النادي الأهلي بيتفاعل مع البرامج ولكن في الأهل خط أحمر جمهور النادي الأهلي ودايما بقولها برنامجكم لأنه هو جزء وشريك أساسي في النجاح لأنها تجربة زاد طابع مختلف تجربة كسرت كتير جدا من التابهات والأعراف السيدة وكان فعلا الجمهور ليه دور كبير جدا في استمراريتها اللي بالشكل ده ليه دور ازاي ليه دور بالتأثير والمشاركة فيه ليه دور في أن انت تشوف دايما الأهلي خط أحمر كان ترند في لحظات كتير جدا حتى من غير ما تكون عاملين هاشتاج لا كنا بنلاقي نفسنا ترند على تويتر بالمشاهدات اللي تجاوزت الملايين للحلقات ومقاطع لسه ما زلنا الناس لما بتقابلنا أو الناس بتكلمنا على السوشيال ميديا بتكلمنا عنها وفاكرينها وفاكرين كل لحظة فيها ده الدور المشترك ده الدور المشترك ما بيننا وما بين جمهور النادي الأهلي واللي احنا أكيد هنكمل فيه طول ما احنا موجودين على الشاشة طول ما احنا كمان شايفين أن النادي الأهلي فعلا خط أحمر خصوصا في وقت بقى سهل جدا ناس تنهش في النادي الأهلي وتستسهل أن هي تتطاول عن النادي الأهلي فده الدور اللي فيه النادي خط أحمر أنه هو بيقول لا أبدا لن يتحول النادي الأهلي إلى كيان بلا أزرع إعلامية ترد بكل قوة وبكل صدق والأمانة اللي احنا تعودنا معاكم عليها أن دايما ردنا بيستند للمنطق والوقائع مش كلام مرسل ولا شعرات حلقات كتير جدا ميت حلقة وكان المكون الرئيسي فيها أن ما فيش حلقة واحدة تطاولنا في حق حد أو مرينا بلوم أو عتاب نتيجة مخالفة أي أكواد إعلامية بالعكس كنا حرسين التجربة يكون رغم قوة الكلام ورغم شدة الكلام ولكن هي القوة والشدة النبعة من امتلاكك للحق والحقيقة وهي مش أشياء سهلة أن انت تمتلكها وأكيد شعرنا اللي بدأنا به هو التناول بلا تطاول ولكن ما ينفعش نحتفل بالحلقة المية دون أن نذكر المجهود الكبير اللي بيبزل خلف الكاميرا سواء من الفريق العمل والمخرجين سواء المخرج اللي صابق محمد عمارة أو دلوقتي نجم الإخراج أحمد برجاوي كمان فريق الإعداد فريق الإعداد اللي بالتأكيد بالتأكيد بيكون له جهد جبار جداً عشان يظهر البرنامج على الشاشة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وقال لحاجة أننا نقدم لهم الشكر بالتأكيد سواء شادي صبري أو رضا غانم أو أحمد الغمري بالتأكيد دورهم كبير جداً عشان يظهر البرنامج ده بالشكل اللي حضراتكم ترضوا عنه فنتمنى إن شاء الله نصل معاكم للحلقة الألف ولما لا ونحن نحتفل بالأهل خط أحمر بنفس التأثير وبنفس التفاعل وبنفس الشراق ما بيننا وما بين كيان النادي الأهل إن شاء الله يا وسامة وأكيد عايز أقول إن إحنا كانت تفاهم على الشاشة والأفكار ويمكن فريق الإعداد استحمل معنا ده على مدار الموضوع جماعة مسهل إحنا يعني مرهقين جداً في الشغل وهم كانوا بيتحملوا ده وأكيد إحنا على الشاشة بنتمنى إن نكون إحنا كنا متموفقين في السنائية اللي دايماً بتكون معاكم ده أكيد دايماً بتشوفوا تعددية الأراء واجهات النظر وقوتنا واتفاقنا دايماً فهدف واحد هو السامة المشتركة لي أنا أسامة في رحلتنا مع بعض وهي مصلحة النادي الأهلي وأهداف النادي الأهلي مش حد فينا أبداً في أي لحظة كان عنده أي مصلحة شخصية بتغلب أهداف البرنامج ده أسامة وأهداف النادي الأهلي يمكن نجاح خط أحمر مرتبط بحاجة زي اللي أنتو شفتوها ده دور كبير جداً يعني بنشكر أحمد سمير ومخرجنا برجاو كل الناس اللي موجودة ومجهودهم في اللي إحنا شفناها على الشاشة ويمكن رصيد معاكم كان شعاره المصدقية كان شعاره الأمانة كان شعاره الدفاع عن حقوق النادي الأهلي وافتكره طول ما إحنا موجودين معاكم على الشاشة دي هدفنا واحد وهو إن النادي الأهلي خط أحمر نشوفكم بعد الفاصل رؤية النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي هو الشغف الأهم والأول ودايماً يا رب كده النادي الأهلي يكون مصدر الشغف لجماهير النادي الأهلي كلر بداية تدريبات كان فيه راحة سلبية مبارح والنهاردة بدأنا التدريبات على فترتين عشان عندنا مباراة ودية وهي المباراة الودية التانية أمام فريق أسوان أخبار سرة بالتأكيد أكيد زي ما حالكم شايفين ده تدريبات النهاردة ولكن من ضمن الأخبار السرة والمهمة هو جاهزية السنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشا سنائي يعني كان الموسم قبل الماضي وتحديدا في دوري أبطال أفريقيا كان أهم سنائي متواجد في كرة القدم المصرية يمكن حصل إصابة لمحمد شريف قبل نهاية الموسم بحوالي 8 أو 9 مباريات وأيضا إصابة أو عملية في جدار البطن لمحمد مجدي أفشا النهاردة أصبحوا جاهزين تماما للمشاركة وأتوقف أمر مشاركته مفارس على الجهاز الفني أو المدير الفني لكن من ناحية الطبية من ناحية البدنية السنائي أصبح جاهز لأداء مباراة أسوان أو أي مباراة مجدلة يمكن من ناحية الطبية جاهزين وأتمنى كمان من ناحية الفنية يكونوا جاهزين لأن السنة دي منافسة في كل المراكز محدش حاجز مقعده ومحدش ضامن أنه هو يلعب أساسي عشان تلعب أساسي مع كولر لازم تتعب وتتعب وتتعب وعندنا كمان كوكا كان بيشارك في التدريبات الجماعية يمكن كوكا من لعبين المحببين جدا إلى قلبي كان موجود وعودته مهمة جدا يا جماعة كوكا بيدي خيارات أيضا في بعض المراكز اللي ممكن أنتم ما تصوروش أنه يدي اختيارات فيها ولكن مش بس في وسط الملعب كلاعب ارتكاز لا كمان يقدر يدي كلاعب موجود كظاهير أيصر أو ظاهير أيمن أن أنت تعتمد عليه بشكل دفاعي أكتر منه فكرة هجومي في مبارات معاناة يكون مهم جدا كمان كوكا لعب واعد ومبشر وسنه صغير ومهم جدا عسامة أن الفريق في جاهزية يمكن شفنا كان ما شفناش مبارات بترجيت بشكل أدق مش هنقول شفنا ولكن عرفنا النتيجة وأنا سعيد والله جماعة لحد من نادي الأهلي يزيع المباراة وما يزعهاش يبقى دي سياسة نادي الأهلي قبل كده إحنا بنتعامل مع أن مصلحة نادي الأهلي بنغلبها إحنا شغالين حسب مصلحة نادي الأهلي لو النادي الأهلي بيتكتن في صفقات في مباريات في أي شئ فني ففي النهاية اللي فيه مصلحة نادي الأهلي أكيد كلنا عرأة أكيد وده شيء إيجابي جدا من المدير الفني اللي طلب عدم إزاعة المباريات وذكرنا ببداية ريني فيلر لما كان فيه مباراة أيضا في أفريقيا ولعبنا وكان تسجيل المباراة مع قناة النادي الأهلي ولكن ريني فيلر أصر على عدم إذاعة المباراة عشان كان فيه مباراة السوبر المحلي أمام نادي الزمالك كانت بتاريخ 20 سبتمبر 2019 وفاس فيها النادي الأهلي 3-2 المباراة اللي كان وارد جدا النادي الأهلي يفوز بنتيجة أكبر لولا الإصابات والتغييرات الاضطرارية اللي حصلت لكن كوكا بالتأكيد الدفع به في التدريبات الجامعية شيء إيجابي جدا وبالتأكيد مع حطوث لكل لعب راجع من الإصابة ملف وفايل ومدرب أحمال بيدفع بالتدريج نتمنى يكون كوكا قبل مباراة الاتحاد المنستيري في تمام الشفاء ويكون شارك بشكل 100% في التدريبات الجامعية وبأكد على كلام فارس كوكا بالنسبة لي مع مدير فني زي كولر قادر على خل مراكز جديدة للعيبة وبيقدر يشوف بشكل كواس جدا الأماكن اللي فيها خلل ويوظف فيها لعبين مناسبين ده هيكون إيجابي جدا مع اللعبة اللي بيتمتعوا بصفة الجوكر منهم كوكا وشفنا كوكا لعب باكليفت فترة طويلة جدا مع بيتسو مسماني ولعب وسط ملعب فإن شاء الله يكون له دور إيجابي ومهم جدا في الفترة المقبلة لأن عندنا مباراة مهمة جدا وأخيرا تم تحديد الموعد بشكل رسمي في زهاب دور الـ 32 أمام الاتحاد المنستيري وصيف الدوري التونسي المباراة إن شاء الله هتكون يوم 9 أكتوبر المقبل عندنا مباراة أخرى بعد مباراة أسوان ولكن هيكون الصفر بنسبة كبيرة جدا مبكرا لأن ده طلب قلر والنادي الأهلي أكيد بيمنح الصلاحيات التامة للمدير الفني وده نهج النادي الأهلي اللي مريح المدير الفني بشكل كبير جدا وعشان كده في بعض الصفقات وتحديدا الأجنبية منها بتبقى تحت دراسة المدير الفني والمدير الفني طلب إنه هو يراجح حالة الفريق بشكل تام ويشوف المباراة الودية عشان يقدر يحدد النواقص اللي عنده والمراكز اللي محتاجة لتدعيم وخلاص احنا اتجاهنا للاحتراف واللعيبة المحترفين وده يمكن كانت قناعاتي من البداية إن لعبي النادي الأهلي هم الأفضل الموجودين على الساحة وأي لعب ممكن يديك إضافة في النادي الأهلي هتلاقي في نادي منافس أو أندية منافسة ويكون صعب جدا التفريد فيه بالتالي أنت الخمس محترفين لازم يكونوا بشكل إيجابي ويكون رجلهم في أرض الملعب وكمان اللايحة الجديدة واستغلال اللايحة الجديدة في الثلاث لعبين المراحل السنية اللي يقدر النادي الأهلي حتى لو تأخر فيه التعاقد مع لعب تحت السن يقدر يأيده في أول شهر ملادي لأن دي لوائح قطاع الناشئين وأعتقد أن ده يكون شيء إيجابي جدا للنادي الأهلي ويرفع عن النادي الأهلي ضغوط بعض الأندية والمغالاة في مطالب المالية تجاه بعض اللاعبين ونهج النادي الأهلي كان واضح في هذه الصفقات واجتماعنا أن النادي الأهلي مقدرش يكمل أو مرضاش يكمل بعض الصفقات لأن كان فيها مغالاة بشكل كبير جدا لعيبة مش دولية لعيبة ملعبتش في الدوري المسلمين مع كامل احترامنا وتقدرنا لكل اللاعبين ولكن في النهاية في قيمة تسوقية النادي الأهلي لن يخترقها والنادي الأهلي شايف أنه هو الاتجاه للمحترفين وأن في صفوف النادي الأهلي لعبين هم من وجهة نظري رقم واحد في القرى الأفريقية ينقصنا بعض المراكز هي بس اللي محتاجة لتدعيم والمراكز مش كتير ممكن مهاجم محترف ممكن مركز 8 بديل السولية ممكن كمان باكليفت وإن كان في بعض التفاقات شبه النهائية مع بعض اللاعبين في مركز الباكليفت بديل علي معلولة فارس اللاعبين تدي عمق الاسكواد النادي الأهلي أعتقد النادي الأهلي بيتعامل بشكل مختلف أنا قلت المرة اللي فاتت أنا مع فكرة أن أنت تضم كل لاعب يقدر يديك فرصة أقوى في الاسكواد والاسكواد بتاعك خصوصا مع التعدد بتاع المنافسات أن النادي الأهلي بيخدها ولكن مهم جدا أنك لا تخضع للابتزاز بمعنى أن النادي الأهلي يأخذ على عاطق فكرة أنه هو حاليا بيتعامل مع بعض الأندية اللي بتشوف أن النادي الأهلي داخل في صفقة يبقى بثلاثة يبقى بعشرة وده فكرة غريبة جدا وبعدين سمعنا بقى في الإعلام كلام كتير بقى له سنوات عن ضبط أسعار اللاعبين أنا بقول أن النادي الأهلي حاليا وحده وأنا أعني الكلمة دي النادي الأهلي وحده هو اللي بيتولى فكرة ضبط أسعار اللاعبين بمعنى إيه؟ أنا لعب كويس شايفه فعلا يقدر يفيدني شايفه لعب إيجابي ما بقللش منه بس هو لعب عنده مثلا سنو متجوز مثلا 25 سنة مالوش مشاركات دولية مالعبش في فريق حقق بطولات متدركش في مراحل المنتخبات المختلفة كل ده بيخليني أقول إيه؟ اللعب ده كويس يجي عندي بس بكذا أنت بقى بتيجي تقول لي لأ كذا ده عشر عشان أنت النادي الأهلي أقول لك شكرا نخليه عنك ليه؟ لأن اللي حوفره ده لازم أبص أن أنا بطارجت محترفين أجانب كلاس أقدر ما أطلع من بي يبقى إيه؟ من سي يبقى بي ده اللي أنا أعمله وفي لعيبة أنا أقدر كمان أعيد بيعها لأنه شفنا كتير جدا من اللاعبين المصريين بعد ما أنت حتى بتيجي تخرجه في صفقات تابدولية بيقولك لأ أنا عشان هنا لازم أقف عند لعب زي باجي لعب زي بواليا اللاعبة دي يا جماعة وحتى ميكي سوني لعبة لما جات تخرج قالت لك شوف أنا كمان آه عايزة مصلحتي أكيد بس كمان أنت كنادي أهلي تستفيد إزاي؟ عايز تخرجني فين؟ جاي عروض منين وأنا ما عنديش مشكلة؟ لأ شفنا البعض ما قدمش للنادي الأهلي حاجة وبيساوي من نادي الأهلي فبالتالي أنت مهم جدا تكون خدت الدرس ده مهم جدا أن أنت لا تدفع بس أوجه الصرف أن أنت بتدفع في الحتة اللي ده القيمة بتاعتها ده القيمة اللي لما افتح لعب زي سافيو أنت جبته الناس بتقول لك أستجبته أنت ممكن ما تعرفش تجيبه بعد كده ممكن يتباع ممكن يروح فريق تاني بس اللاعب ده قيمته التسويقية على ترانسفر ماركت أو قيمته التسويقية عموما المقدرة لها كام هتلاقيه قريبة من اللي أنت جبته بيها إنما لاعبت أقيمته التسويقية قسمة 100 ألف دولار أو 100 ألف أورو 150 وتلاقيه مطلوب فيه 20 و 30 مليون جنيه لا طبعا ما ينفعش أنا كنادي أهلي أجيب اللاعبين بهذا الشكل ما ينفعش النادي الأهلي يتلوي دراعه لا ينفعش النادي الأهلي أصلا عنده أقوى سكواد في أفريقيا وعلى فكرة جماعة احنا مش عشان في قناة الأهلي بنقول كده أنت قيمتك التسويقية ما تقرب من 30 أو 30 مليون أورو أقرب منافس ليك يكاد يوصل لـ 18 مليون أو 20 مليون فالجاب كبير جدا لأن فعلا الأهلي ما عندهوش دراعه يتلوي ولأن النادي الأهلي فعلا عنده أفضل سكواد في أفريقيا وأنا قناعاتي الشخصية ويمكن ده اللي أنا تكلمنا فيه الموسم الماضي تحديدا وقلنا ده اللي لازم نمهد له الطريق أنت لما خسرت الدوري الموسم الماضي كان جزء آه بالتأكيد خاص بالنادي الأهلي كبير جدا من منظومة كرة القدم خارج النادي الأهلي وده اللي يمكن أكد عليه كابتن محمول خطيب وتحديدا في ضغط المباريات فنجوم الفريق وقعت حاليا بنشوف لعبين كتير جدا بتخرج من معسكر المنتخب بتروح تأدي مباريات أكيد هنتكلم عن النقطة دي لكن بنوضح أن السنة اللي فاتت كان فيه ضغوط للعبين كبار صدقوني اللعيبة دي مع الموسم القادم إن شاء الله بعد فتة الراحة مع معسكر مع مدير فني نأمل إن شاء الله أنه حق إنجازات مع النادي الأهلي هيكون الوضع المختلف واللي بيلوي دراع النادي الأهلي مش هيلاقي دراع للنادي الأهلي عشان يتلوي سواء كان لعبين أو أن دي طامحة أن يتحقق يعني كل مكتسباتها من خلال النادي الأهلي واسم النادي الأهلي الكبير بناء على ضغط جماهيري على إدارة النادي الأهلي أو ظننا أن فيه نقص في قائمة النادي الأهلي وأن الاحتياج شديد أنا شايف أن الاحتياج للمحترفين والمحترفين قادرين باختيار بعناية أنهم يصنعوا الفارق ويدوا الإضافة مع النادي الأهلي كلمنا عن مباراة الاتحاد المنستيري وعشان نحطكم في الحدث ودائماً وأبداً بنحطكم في الحدث فبينجيب لكم تصرحات وأراء الجانب الآخر وهو الإعلام التنسي تعامل إزاي مع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري تحديداً بعد مباراة أو بعد تخطي الاتحاد المنستيري الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 وكانت مباراة الزهاب انتهت 1-0 كان لهم تعليقات بالتأكيد وكان مباراة وموجهة النادي الأهلي هي الحدث لأن بالفعل النادي الأهلي هو صانع الحدث فنطلع نشوف أول فيديو معنا من استوديو تحليل المباراة اتحاد المنستيري والجيش الرواندي ونرجع نعاق أهلي المصري عمليك أفريقيا الأول بتبيعها لكن وضعته سبيسيال شوية في البريود هذا يخسر الكاس يخسر البطولة مدرب جديد هذا ينجي معاون الاتحاد المنستيري نسير لكم مزوز معناها مش يواجه أهلي المصري بصراحة أهلي المصري أهلي المصري فريق كبير وخاصة عنده شخصية كبيرة في أفريقيا وشوفناها في فترات ممكن ما كانش حد يتوقع أنه الأهلي المصري ناجي لمزة القاب أهلي المصري ديما يكون موجود الأهلي المصري ديما يلعب دور المجموعات في السنين الأخرانية هذه الكل صحيح تقول أنت كملت روزيهم في الشمبيونات في كلاسمنت على الشمبيونات وهذا عنده سنين ممكن ما مرش به أهلي المصري قد أهلي المصري أنا متأكد للأهلي المصري اليوم بنتدابات مدرب جديد بيش يحذر مقابلة بيش تكون ميش مقابلة سائلة عزوز في رق أكيد لاتحادره من السيري الحاجة اللي قاعد نشوفها أنه قاعد يكسب في الخبر نشوفه الموسم الفارط الموسم هذا كيف كيف من مقابلة المقابلة قاعد يكسب في ثقة أكبر مقابلة كل مقابلة وحقيقتها اليوم نحكيه على الأهلي المصري مقابلة ذهاب في المستير عكس مثلا اللي نشوفه اليوم أنني كنت تلعب العودة في المستير هنا فما برشة حسابات زادة للإطار الفني كيف تكون استراتيجية جوة متاعه وانت تلعب في بلادك خطر نعرف المقابلات خاصة في شمال أفريقيا كنلعب في كونتر الفرق متاع المصرية ديما ماكش بش تلقى لكار كبير برشاك سواء بالذهاب ولا بالعودة دونك لهنها فما استراتيجية كاملة أنك اندي كيف تلعب مقابلة الذهاب وبش تلعب اندي تيفاني جوسي دونك تيفاني جوسي الكاليفيكاسون في مقابلة العودة اللي هي مش كون في مصر تستشعر أن فيه تفاؤل بحذر هنوضح بعض الكلمات ولكن لازم نقول لكم أن ده طبعا كان الستوديو التحليلي كان تضيف الكابتن فخر الدين بن قلبي يعني ده الاسم بس ده بن قلبي بجد يعني زودت بني هم في العرب بيقولوا كده هو فخر الدين قلبي فهو بن قلبي يعني فالكابتن فخر الدين بيتكلم تفاؤل بحذر لكن حابه وضح نقطة لأنه هم بيتكلموا على أساس أن النادي الأهلي عنده بعض المشكلات الفنية في تغيير المدير الفني عنده غياب بطولة الدوري المحلي موسيمين بيكلموا أن المقابلة هتختلف التحاد المنستيري الذهاب عن العودة هم كانوا بيلعبوا الجيش الرواندي في العودة فبالتالي مقابلة الزهاب هتكون في تونس مع النادي الأهلي ودي مقابلة عظيمة وأن الدربيات الشمال الأفريقية بتكون فيها قوة ولكن حاولوا أن هم يقللوا مش يقللوا أن هم يتكلموا عن أن النادي الأهلي خسر بطولتين دوري محلي حابب أوضح لهم أن في بطولة دوري محلي الأهلي خسرها وفي نفس السنة كان هو بطل دوري أبطال أفريقيا ريال مدريد في أوروبا كان بيحق بطولة دوري أبطال أوروبا هو ثالث الداء الليجة فبالتأكيد القصة مختلفة تماما أكيد خبرات النادي الأهلي أفضل هنا لازم نقول آه إحنا كمان بنتفائل بحذر لأن فعلا المواجهة قوية أمام فريق وصيف الترجي في الدوري الموسم الماضي عنده مدير فني عارف الأهلي جيدا وكان هو مدير الفني لفريق وفاكستيف اللي قابلنا في الدور نصف النهائي البطولة الماضية ودخل هن الجهاز الفني واللعبين بالتأكيد عنده مواجهة مع النادي الأهلي فعارف كويس قوي النادي الأهلي لكن المهم اللي يصل للجانب التونسي إن خبرات النادي الأهلي أكيد كبيرة طبعا هنحترم فريق الاتحاد المينستيري ولكن الفريق اللي قابلته في البطولة الماضية أو اللي لعب البطولة الماضية أو اللي خسر البطولة الماضية مع مدير فني مختلف مع لاعبين مختلفين مع صفقات جديدة فممكن بشكل كبير جدا تتفاجئه بمستوى ياليج بالنادي الأهلي كبير قرط أفريقيا. لكن عجبنا أن فيه تفاقل. وده شيء مطلوب جدا. كمان عندنا تصراحات التونسي صالح ميزالي. وهو يتحدث عن مواجهة الاتحاد المنستيري. اللي هي الشغل الشاغل في تونس حاليا. لأن النادي الأهلي والاتحاد المنستيري. مواجهة ما تكررتش كتير. ويمكن هي مواجهة بالنسبة للإخوة في تونس. أصاد النادي الأهلي بكل إمكانياته وقوته. أكيد بيحاولوا فيها يكون عندهم معنويات إيجابية. نطلع ونشوف التالية ونرجع نعقل. معنا تلعب مباراة كبيرة في الدار البيضاء. ولعب مباراة كبيرة في ملعب مصفى من جنات. وقدم لحقيقة مردود كبير. وكان قابقى وصينة وإدنى الاتحاد هو اللي يترشح دوري المجموعات. لكن ضربات الحظ هي اللي كانت سوء طالع في الوقت ذاك. وترشح الرجال البيضاوي. اليوم الاتحاد المنستيري يلزم معناتها يمشي مباراة مباراة. اليوم حقق المهم في المباراة هذه ترشح. سجل أهداف. حافظ على العذار الشيباكو. الصحية الاتحاد المنستيري لا تخلش معناتها للبطولة الوطنية. وإن شاء الله لترونت معناتها بشي يدخل على مستوى البطولة بشي يلعب أمها معناتها فما ثلاثة أربع مورايات قبل مباراة لاهلي المصري بشي تساعدوا معناتها بشي يصير الوتوماتيزم بشي يصيروا ملاعبية معناتها الوتوماتيزم بالملاعبية بشي يحضر على المستوى البدني معناتها بشي يوصل نصور مباراة لاهلي المصري بشي يوصل على المستوى البدني 100%. كيف كيف تصير اللحمة بين اللعبين الجدد يحضر مباراة كما يلزم لاهلي المصري يصحيح فريق عملاقه وفريق كبير. لكن اليوم لاهلي المصري الحقيقة في مرحلة انتقالية فما عديد اللعبين اللي تقدموا في السن ما عايش نجمه يعطيه إضافة فما انتدابات وشوفنا فما تخبط في الأهل المصري من خلال انتداب المدرب البرتوغالي ومن بعد يقع الاستغناء عليه ويجيبه مدرب آخر. خلالا استغلوا الشيء هذا. بطبيعة الحال يجبك تستغل. لكن ديما عنده خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي. عنده مسؤولين كبار. دونك الاتحاد من السيري دي جاء يلعب أليس. قاعد ينتصر قاعد يقدم في مردود كبير. يعني حتلاو الكلام السائد. يمكن الإخوة كلهم في تونس. في الاستغناء التحليلية. حتى قيس مخلوف المدرب المساعد للاتحاد المنستيري. اللي كان موجود لأوقات طويلة جدا. برضو تكلم بنفس الاسلوب. ويمكن سخر شوية. يمكن كان كمان حدة الكلام مختلفة. وسخر شوية من فكرة الدوري المصري. كان مع الزميل محمد شابانة. اللي قال له موفقا للكلام ده. أيضا نفس الكلام ونفس الطريقة. ولكن قال له بس يا جماعة لازم تلاحظوا أن النادي الآلي لما بينفجر بينفجر. فما تتعشموش قوي. بفكرة أنه هو النادي الآلي فيه أوضاع أو بعض التغييرات في المدربين أو كده. كان الرد مفاجئ بالنسبة لي. لأن قال له ينفجر. وهو خسران بطلتين آخر دوري. بشكل فيه سخرية. أنا للأمانة مش فاهموا الربط. يعني على فكرة يا جماعة. إحنا لو حنتكلم عن آخر دوريين خسرانهم. إحنا لعبيت نين نهاية أفريقيا خلالهم خدنا بطولة. وتالت عالم للأندية. واللقب الثاني خسرناه في النهاية. عشان أقيمها في المغرب. ولو بأي ظروف عادلة كان النادي الآلي بطل. فأنا للأمانة مش فاهم المعيار. وتنسبر أفريكي في نفس الدوريين. ومش فاهم المعيار يا جماعة. إيه الربط ما بين النادي خسر دوريين. أنت حتلاح بالألي في أفريقيا. وفي أفريقيا اللي أنت حتلاحبه فيها هو بيخسر الدوريين. خد بطولة وخسر بطولة. وخسر بطولة في النهاية. مش طالع مثلا من دور تمهيدي ولا دور مجموعات. فأكيد النادي الأهلي لا في مستوى. فالربطه كمان مش فاهمه. كمان فكرة خسارة الدوري والسخرية منها لنادي عنده 42 بطول الدوري في بلده. أكتر من أو حوالي كل الفرق مجتمع واخدى نصف عدد ألقاب وأهل كمان. طيب أنا مش فاهم برضو مجال السخرية على الجانب الآخر للتحاد المنستري بنحترم وأكيد كفريق طامح يكون ليه مشاركات مع فرق زي النادي الأهلي ويكون ليه أدوار متقدمة في أفريقيا. وجماعة لم يحقق في تاريخه بطولة الدوري. فلو انتوا شايفين ان ده معيار يخلينا احنا نقلق. فلو احنا هناخد بنفس المعيار ده لا يبقى القصة بعيدة. ولكن بالعكس احنا بنحب التصرحات دي لان هي بتسير في لعيبة النادي الأهلي التحدي. وأنا على فكرة ما خافش من أي منافس في أفريقيا. أنا خاف من حاجة واحدة بس. ان الأهلي يكون عنده ثقة زايدة. فالتصرحات دي بنشكركم عليها. وهناخدها من بان من جانب ان هي تحفيزية. لا ازا اقول لك بس اللي بمعينك بتسأل المعيار هو وارد جدا ان هم عاوزين يكتسبوا ثقة. وانا ده اللي انا ملاحظه لان فعلا كل الفيديوهات او كل الستوديو التحليلي احنا طبعا اختصرنا للوقت يعني. فجبنا لكم فيديوين فقط لغير. لكن كان كل الحديث عن النقطة دي وخصارة النادي الأهلي الدوري. أنا بشوفها هي محاولة اكتساب ثقة. هم عارفين فارس ان هم داخلين يلعبوا. بطل أفريقيا. عشر بطولات قرية. آخر تلات بطولات هو موجود في النهاء محاق بطولتين. فبالتأكيد قناعاتي الشخصية ان ده محاولة اكتساب الثقة امام النادي الأهلي. وانا اتمنى كولر يكون واصل للتصرحات دي. واصله ان هو فريق. رغم ان كولر حيبص. حيلاقي مالوش ادوار متقدمة كتير. ومالوش سي في قوي في افريقيا على مستقى البطولات. بس يفهم ان الفريق ده سهل جدا. لو انت مركزتش في مباراته. يحقق نتيجة اعجابية. وان شاء الله نتمنى ده ما يحصلش. قبل ما نخرج فاصل. بس عايزين نقول ان التصميم اللي اهدغلنا جمهور النادي الأهلي. يمكن احنا بنشكر الناس اللي عملت لنا التصميم ده بمناسبة الحلقة المية وكان فيه تصميم موجود بمناسبة المية حلقة وهم حابوا يشاركونا اللحظة دي واكيد بنشكرهم على مشاعرهم. وان شاء الله تصميم الحلقة المتين والالف ومكملين معاكم. وحيفضل شعرنا الاهلي خطة احمر. نشوف كوا بعدين. اهلا بحراتكم من جديد والاهلي خطة احمر. بالامس بدأ مشوار منتخب مصر مع روي بيتوريا. بالامس كانت مباراة ودية. قدر منتخب مصر يفوز بتلت اهداف. سجل اهداف طبعا كابتن محمد صلاح هدفين. ومصطفى محمد سجل هدف. بالتأكيد بتكون البداية كويسة لما تكون محقق نتيجة الفوز. شيء ايجابي جدا. واكيد. اكيد كلنا داعمين لمنتخب مصر بجهازه الفني. لانه سيبقى منتخب مصر آيان كان تحفزتنا على ادارة اتحاد القرى. او بعض التدخلات. او بعض الاضافات في الاجهازة الفنية. في النهاية احنا لابد ان ندعم منتخب مصر ان هو يصل ان شاء الله لكأس العالم القادم. وحسنا فعل روي بيتوريا في تصرحاته. ان بعد ما كان اتروج ان هو مش بيععد بالوصول لكاس العالم فقلنا له لا دا انت اربع سنين انت جاي اصلا عشان كاس العالم. وكمان هتتغير اللوايح تبقى تسع منتخبات فهيبقى صعب قوي. لو انت مصعدتش كاس العالم دا مصعب. دا تبقى يعني كارثة حقيقية لكرة القادم المصرية لو في تسع منتخبات من القرى ومنتخب مصر لم يصعد. بالتأكيد البداية موفقة. الفوز موفق. اكيد عندنا بار تحافظات على شكل الاداء. ولكن دي اول مباراة لعبة اربعة تلات تلاتة. ومازال بنكمل على طريقة كيروش والمدرسة البرتغالية. واربعة تلات تلاتة. اللي ممكن بشكل كبير جدا يكون دور محمد صلاح. وطريقة اللعبة دي في ليفربول. بتساعد المديرين الفنين ان دا يكون افضل شيء للمنتخب المصري. نتمنى نشوف الاداء الافضل. واعتقد افارس كانت مباراة جيدة تلمستوى. ومباراة بتكون بداية لمدير فن جديد. مهم جدا فيها ان يسجل اكتر من هدف. ويحاق الفوز. مع كامل احترامنا طبعا لمنتخب النيجر. اللي هو دون المستوى. يمكن كتير يا أسامة تكلموا في حتة ان منتخبات عربية منافسة. كانت بتلعب مع فرق اقوى. انا شايف ان لا. بالنسبة لفيتوريا راجل جاي جديد. راجل محتاج يتعرف على الفريق. راجل مش معاه اساسا يعني خبرات او مباريات خاطها مع الفريق قبل كده. فبالتالي التدرج ده مهم. فانا شايف لا تجربة ايجابية اختيار المنافس وفقا لطبيعة المرحلة. ووفقا للخطوة اللي انت بتلعب المنافس فيها. اختيار جاي جدا. كمان كنت سعيب محمد صلاح. يمكن تسجيله كان شيء مهم. اكتسابه الثقة مهم. مع المنتخب ايضا مهم. وينعكس معاه في الفريق. جماعة الحاجات دي بتفرق. حتى لو محمد صلاح نجم نجوم العالم ومكسر الدنيا وكل حاجة. حتى لو كان في الطوف فورم بتاعه مع الفربول وفقاة تانية. لا مع المنتخبات ايضا بتفرق. فما بالك ان محمد صلاح محتاج ده. محتاج ثقة. محتاج يرجع حاسس ومباريح. شوفت كل الصعف الاجنبية وكل المواقع خصوصا في انجلترا. كانت بتغطي كويس جدا ان محمد صلاح حقق الارقام دي. ووصل للهدف الكام. وكل الكلام ده كان شيء ايجابي جدا. عسامة يمكن كان الشيء السلبي. بس الوحيد تساؤلات كتيرة عند فيتوريا كانت حصلة. بالتأكيد بس قبل ما نروح لفتوريا. يعني رسالة لمنظومة قرط القدم. رسالة لوزير الشباب الرادل الاتحاد المصري لقرط القدم. لابد من حالة او بحث حالة جماهير القرى المصرية في المدرجات. هنقول ان المراود دي على نفس الوقت ونفس التوقيت بنفس الظروف كان منتخب الجزائر بيلعب امام فريق منتخب غينيا. وكانت مدرجات الملعب ممتلئة عن اخيرة. فنتمنى نبحث هذه الحالة. لان كلنا في النهاية في كرة القدم المصرية هدفنا الاول بيكون منتخب مصر لصالح كرة القدم المصرية. لكن واحنا عادينا بنتفرج عن المباراة وما بين الشوتين. كل المواقع في توقيت واحد نشرت الخبر الاتي بعد تغيير زيزو والوينش مع بداية الشوت الثاني. عودت زيزو والوينش الى نادي الزمالك من اجل المواجهة امام بطل تشات في دور الاربعة وستين من دوري ابطال افريقيا. تمام. راح زيزو والوينش وخرجوا من المعسكر. بس عندنا بعض الاسئلة. وخلينا نبحث كده القصة. وهنربطكم شوية بالحلقة اللي فاتت. ليه بالحلقة اللي فاتت؟ لان الحلقة اللي فاتت جبنا تصريحات اعلام نادي الزمالك او اعلام منتمي لنادي الزمالك بيتحدثوا عن مزايدات وطنية على النادي الاهلي. مزايدات على لعيب النادي الاهلي. مزايدات على بعضه مدريب المنتخب. وكان الكابتن شوية غريب واحد منهم. ازاي النادي الاهلي؟ هيلعب نهائي افريقيا بفريق مكتمل. ويسافر المنتخب للأولمبيات بدون لعيب النادي الاهلي. ست لعبين. تخيل بنتكلم في نهاية افريقيا. لما تكلمنا عن كأس العالم للاندية. وازاي النادي الاهلي. كان بيغامر بسمعة النادي الاهلي العالمية. وانا اعني ما اقول لان انت كنت بتلعب امام فريق قوي جدا. ولكن قدرت تنتصر عليه. بروح الفنان للحمراء وقدرت بيت سمو سيماني يتعامل بشكل او باخر مع تاكتك المباراة. وقدرت تفوز بهدف. وعدنا من مطب كان صعب جدا جدا. كل المتفائلين او اشد المتفائلين كان شايف اننا هنطلع بنتيجة يعني ما تكونش كبيرة. والقصة دي كلها خاصة الفريق منتريه. فزع النادي الاهلي مرتين بالفريق الكامل. فطلع الاعلام المنتمي لنادي الزمالك. انت ازاي بتقارنوا ما بين كأس العالم للاندية وامم افريقيا. وبطولة او مباراة وديا مع النيجر وليبيريا. طب يا سياد الفاضل. كان عندنا مباراة الدورة الاربعة اللي احنا لعبناهم وكان في الالومبياد. انت ازاي هتقارن الالومبياد بمتشاط وديا بين النيجر وبيق مع النيجر وليبيريا. طب ماشي ده اول مرة تحصل في التاريخ ان المباراة الودية دي تتلعب ويتاخد من لعبي النادي الزمالك في المباراة الرسمية لعبيه لمنتخب مصر. طيب انت بتقول اول مرة في التاريخ. خلينا نقول لك اللي احنا قلناه. الحلقة اللي فات بيخصر شديد. ان اصلا سبب الوصول للكصة دي. هو مباراة ودية اخرى ما بين الزمالك والهلاء. لكن معلن. هنقول التعارض ده على حد تعبير الاعلام المنتمي لقناة نادي الزمالك. انه هو اول مرة بالنسبة له. احسن الفات عالم. فقرك. والنادي الاهلي. في 2009 بطل افرقيا 2005 2006 نهاية افرقيا 2007 بطل افرقيا 2008. بتحصل هزة في المستوى. بيخرج من دور الستاشر امام كانوبيلرز. عشان يتحول للبطولة الكمفدرالية امام سانتوس الانجولي. بيلعب مباراة الزهاب. واخر مباراة هتكون مباراة العودة لمنويل جوزي وهيكون فيه مدير فني المفترض قادم للنادي الاهلي. فمرحلة صعبة جدا. في تاريخ النادي الاهلي. في ظروف صعبة جدا. انت فصت 3-0 في مباراة الزهاب. طلع الكابتن سامير زاهر. رحمة الله عليه. رئيس الاتحاد. وقال لا يعني على الاطلاق اي ارتباط مع ارتباطات المنتخب. طب ارتباط المنتخب ده كان رسمي؟ لا. ارتباط المنتخب ده كان ماتش ودي. وده زي ما حضراتكم شايفين تصفيات المنديال اهم من ارتباطات الاهلي. قال ايه بقى كابتن سامير زاهر. رحمة الله عليه. رئيس الاتحاد مصر الكرة القدم. ان مصلحة المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم. اهم من مباريات النادي الاهلي. في بطولة الكنفدرالية الافريقية. وارد الناس تظن ان دي مباراة رسمية. لكن قال زاهر في مؤتمر صحفي عقد يوم السلساء في مقر اتحاد الكرة. المرحلة المقبلة هي مرحلة المنتخب. وله كل الاولوية. واهم من ارتباطات اي نادي. وتابع رئيس الاتحاد حديثه. مؤكدا. اسبع معايا الكلام المهمدة. ان رئيس الاتحاد العماني. لكرة القدم. وافق على اي موعد تحدده مصر للمباراة الودية. تاني للمباراة الودية. التي يحتاجها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسن شحاتة. وتلعب مصر مباراة عمان استعدادا لمواجهة الجزائر يوم 7 يونيو. في الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال جنوب افريقيا 2010. ده مين? ده رحمة الله عليه سامير زاهر. وهو بيتحدث عن حاجتين. اولا المباراة الودية مع عمان. ثانيا وده الاهم. ان الاتحاد العماني قرر ان يكون موعد المباراة الودية ده شأن الاتحاد المصري لكرة القدم. عارف يعني ايه؟ يعني الاتحاد المصري لكرة القدم هو المنطب بتحديد الموعد. وطلع الكابتن سامير زاهر قال ما لناش علاقة بارتباطات النادي الاهلي في بطولة الكمفترالية. طب يا كابتن سامير قدم موعد المباراة الودية دي قبل سفر النادي الاهلي. لا طب يا كابتن سامير اجل لعب المباراة الودية دي بعد مباراة النادي الاهلي. لا واعتمدوا على ان النادي الاهلي فايز 3-0. فاذا بالنادي الاهلي يعني هزم 3-0 يخرج بركلات الترجيح. طب ركلات الترجيح. مين اللي كان غايب؟ وما ادركب الاسماء اللي كانت غايبة؟ كان محمد بركات الإصابة انضمام للمنتخب الوطني أبو تريكا والجمعة سيد معود دي الأسماء اللي غابت عن النادي الأهلي من أجل لعب منتخب مصر مباراة دي طلع وقتها الكابتن حسام البدري مساعد مستر مانو الجوزيه في الوقت ده وقال إن الظروف صعبة ولكن بنصق في فريق النادي الأهلي لو عندنا الخبر ممكن نعرضه وده عشان تأكيد على مصدقية كلامنا وإن القصة كانت من أجل مجرى ودية البدري الغيابات تؤثر على الأهلي وسانتوس لديه الأمل وده كان كلام واقع جدا وبالفعل سانتوس كان لديه الأمل لأن غياب الدوليين عن النادي الأهلي هو غياب مؤثر بالتأكيد وخسر النادي الأهلي وخرج برقلات الترجيح بعد لعب منتخب مصر مباراة والدية فأي حد بيحاول إنه هو يزيف التاريخ أو يستحضر إن الأمر متعلق بظلم فادح لنادي الزمالك وهذا لم يحدث من قبل لأ احنا بنجيب له بالورقة وبالألم وبالمستندات وتخيل في المباراة والدية بص أنا أحيانا أكون مش مستوعب الموقف بمعنى إيه مش مستوعب الموقف فيه وقت كده لابد أن تطور فيه خجلا وكلامي هنا للآخرين أو المنافسين بمعنى إيه مشهد غريب ما بنشوفوش في تاريخ الكرة المصرية وسط المباراة وسط المباراة وإحنا بنتفرد بتلاقي خبر إن اللاعب ده وده زيزو أو الوينش هيمشوا من المنتخب يروحوا الزمالك طيب أعتقد أنت هنا لازم كمنافس أو كإعلام منافس يبدأ بقى إيه تروح لفكرة إن أنت تسكت خليها تعدي خلي الناس ما تاخدش بالها إذا أنت بتلاقي طول الوقت في طرح الأمور منطق قائم على الوش المكشوف يعني الوش المكشوف أنا مش يجي يا أخي إذا بوليتم فاستتروا أجي أخد جنب لا أطلع أقولك أصلا أنت عمرك في تاريخك يا نادي أهلي ما لعبت ولا كان فيه تعارض ما بين مباراة رسمية مع المنتخب أو مباراة وديها المنتخب وسبت لعبتك تخيل هو مش بس تدليس على التاريخ أنا كمان عندي مشكلة معك كيفية التباهي بحاجة أو بصابقة بتحصل دلوقتي وكلنا منشوفها ما حصلتش قبل كده وده الغريب بالنسبة لي أنت إزاي قادر تعمل ده يعني فين الوش المكشوف اللي خليك تعمل ده طيب تعال إحنا ردنا بواقعة مش دور تمهيدي بقى أفريقيا أنت بتلعب في مرحلة مهمة جدا ما فيه الزهاب حسمت فيه النتيجة مع فريق أساسا ضعيف جدا وحتلعبه على أرضك وبكرر مش تمهيدي أفريقيا لا ده إنت في بطولة كومفيدرالية طيب هل ده بس قلنا لكم كاس العالم للأندية طيب حتيجي تقول لي أصلي كاس العام للأندية كانت أمم أفريقيا طيب ليه يا جماعة محدش حتى حاول يعمل معنا مواقمات ما إحنا عندنا اتحاد كورة طلع بشكل مباشر وقال لك أن ما تقلقوش الأهل يلعب بلعبته وده ما حصلش طيب ليه ممسكناش في فكرة أن تعالي يعمل مواقمات ويسيب لي لعيبة واخد لعيبة لا اتقال مصلحة مصر ياخد اللعيبة بالكامل ما فيش لعيبة تطلع وتمشي خلال المعسكر وده اللي إحنا شفناه بيحصل مع نادي الزمالك طيب تعالي لحاجة تانية وكل ده بقول لكم المسؤول عنه الأول اتحاد الكورة والأول هو تسايب اتحاد الكورة في القرارات دي طيب نيجي لموقف تاني مباراة أسترن كامبن لأن احنا بنتكلم فيها أنت فاقد الدوري الموسم اللي قبل اللي فات وبتلعب في وقت صعب جدا جيت عايز تأجل عشان خاطر بتلعب في نهاية أفريقيا وبتلعب في مراحل متقدمة في أفريقيا ومفترض انك بتمثل مصر وزي ما بنقول مراحل متقدمة من أفريقيا وليس دور تمهيدي انتو متخيلين مش دور 64 تمهيدي لأ أنا بلعبش تمهيدي لأ كنت في مرحلة مهمة اتقالك ايه عشان تأجل أسترن خلاص هتلعبوا من غير الدوليين في فترة اللي هي كانت وقتها في 15 ست 15 يونيو ده الجواب اللي حصل التعهد ما بين الناديين ما بين أسترن كامبني والأهلي انك هتلعب الفترة المباراة بتاعت أسترن في فترة التوقف الدولي مقابل ان انت تأجلها طيب يا جماعة جينا نعمل ايه كان عندنا ودية كوريا ودية كوريا ايه بقى ظروف الودية دي ايهاب جلال نتيجة برضو تخبط اتحاد الكورا وانهو ضحية ليهم كان مش مش قصتنا يعني انت رايح مباراة مش مهمة المدير الفني معروف انه ماشي فيها وانت كفريق عندك مباراة مهمة في الدوري وقد تحدد مصيرك كلاقب طب ايه اللي حصل لا هتلعب بغير الدوليين البعض هنا شفته من جمهور الزمالك بيقولك ايه او من ألم الزمالك حضرتك اللي وفقت هو ليه جماعة النادي الاهل اللي مطالب طول الوقت في اختلافه مع ربطة ولا اتحاد كورا تبقى نظرية سيب وانا سيب حاجة مقابل حاجة حنأجل لك مباراة استرن بس على الجانب الاخر تلعبها من غير الدوليين ولا لعب دولي يلعب تتأثر ما تتأثرش ملناش دعوة هو ده العرف اللي حصل مع كل الاندية لا مش ده اللي حصل مع كل الاندية ليه مش ده اللي حصل مع كل الاندية لان الزمالك في بطولة الكونفيدرالية 2019 قبل مباراة النجم في نصف النهائي لما حاب يأجل الانتاج وكتب تعهد انه حيلعب المباراة في ايام معينة ايه اللي حصل اتأجلت مباراة الانتاج طب حصل نظرية سيب وانا سيب اتضغط يا زمالك في عدد الايام لان انت قلت حتأجلها بشرط انك تلعب كذا الزمالك قالك لا لقدمت تعهد ولا اللي انا ماضي عليه ده يفرق معايا وعمله اللي انتوا عايزينه واغباطوا راسكوا في الحيط ومش لعب ماتش الانتاج في المعادل اللي انا قلته طب هل بقى اتحاد الكورة وقتها طلع قال لأ ده في التزام وحرصا على المسابقات واللعب بدون الدولي لا ما حصلش اتأجلت مباراة الانتاج تاني ولعب الزمالك قدام نهضة بركان وهو واخد الراحل عادي جدا في عدد الايام ما كانش فيه زي مباراة قصة النسيب ونسيب هتاخد حاجة لازم تدفع تمنها طول الوقت اللي بيدفع التمن يا اسامة في الكورة المصرية هو النادي الاهلي طول الوقت ان انت مطالب عشان تاخد حاجة من اتحاد الكورة وربطة الاندية في مصر لازم انت تبقى الطرف الوحيد اللي بيضحي مش الطرف اللي لعبته بتمشي في نص الماتش او خبر ان هم بيمشوا وبيجي بص هو النادي الاهلي دائما وابدا بيبتز بالنحية الوطنية وبيبتز بالجانب الوطني لان النادي الاهلي بالفعل اكثر الاندية حرصا على خدمة المنتخبات الوطنية في كل الالعاب وده شيء يعني التاريخ اتكلم عنه كتير جدا بالمواقف وكان اخيرا موقف كأس العالم للاندية لكن حتى مباراة استرن اللي بيفارس بيتكلم عليها كنا احنا رايحين نلعب يوم 30 مايو النهائي كان اصلا محطوط في الجدول ان لو مباراة النهائي تلعبت يوم 28 في مباراة للنادي الاهلي هتؤجل كانت مباراة انبيا اعتقد 21-5 ومباراة استرن 25-5 او الشريعة للدخان 25-5 وده كان مكتوب في الجدول طب ايه اللي حصل المباراة اجلت يومين النهائي عشان نهائي دوري ابطال اوروبا واحضور رئيس الكاف في المباراة وعودته راح يوم ثم يحضر مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا اللي تلعبت في المغرب فتخالي الاتحاد اللي كان عنصر مباشر ومؤثر في فقدان النادي الاهلي البطولة ما فكرش ان هو يقف جنب النادي الاهلي في قصة زي دي ان ان انت العب بالعيبتك الدولية وبلاش اللعيبة تسافر مع مدير فني اصلا وهو على الطيارة كان عارف ان هو تم اقلته لكن عادي جدا لما حصل الكلام ده مع النادي المصري وكان الاهلي في دور الثمانية والمصري وبرامدز كان النادي المصري عنده نفس الموقف بالزبط وسبحان الله كانت المباراة في المغرب ولكن امام نهضة بركان وفي دور الثمانية وعنده مباراة يوم عشرين ابريل مباراة نهضة بركان يوم خمسة وعشرين ابريل ده زي ما حضرتكم من الخطاب لأ هات الورقة الثانية عشان هي اللي فيها مباراة المصري ده تأجيل طبعا الأهلي وبرامدز وده المصري تخيل ده بدون طلب أندية والنادي الأهلي ما كانش مدار أصلا كان هيلعب عادي وكان فيه أرحية في مرشته مع الرجاء لكن عشان يتقال ان احنا بنقدم كرة القدم المصرية والفرق المصرية أجلنا للأهلي وبرامدز والمصري مشكورين جدا أجلت عشان فيه خمس أيام ما بين مباراة المصري في برج العرب مباراة المصري مع ناد بركان في المغرب ليه ده ما حصلش مع ناد لالي وانا رأي حلعب نهائي ده مهم جدا طبعا قضايا تانية كتير خلينا فكركم بقضايا 2004 اللي البعض قالك انسحبته من البطولة العربية خوفا من مواجهة نادي الزمالك القصة باختصار بسيط جدا في 2004 النادي الأهلي لعب مباراة في دور الثمانية دور المجموعات وكان فيه الزمالك وكان فيه الطلبة العراقي لعب مباراة مع الهلال السعودي اتعادل 0-0 كان فيه مباراة المفترض هيتلعب مع الطلبة العراقي وإذا بالاتحاد المصري لكرة القدم بيرسل خطاب للأندية المشاركة في البطولة اللعب هيكون بدون الدوليين إيه؟ اللعب هيكون بدون الدوليين إزاي هيلعب بالأهلي بدون الدوليين قال هو ده اللي عندنا عشان عندنا مباراة مع السودان بس هيكون فاصل زمني بينها وبين مباراة الأهلي والطلبة العراقي عشر أيام عشر أيام مش في نفس اللي احنا شفناه مباراة ده عشر أيام والاتحاد المصري لكرة القدم رفض طب نلعب مباراة الطلبة وحضراتكم كملوا ونرجع لعيبة تاني للمعسكر بتاع المنتخب لا طب النادي الأهلي حاول مع الاتحاد العربي لكرة القدم لو سمحت أجلولنا المباراة ما عندناش لعيبتنا خاصة إن احنا كنا جايبين أبو تريكا وحسن مصطفى ولعب جيل بيرسون في يناير وغير مقاعدين عربيا فلو حضراتكم مش هتأجلوا المباراة بتاعة الطلبة العراقي لو سمحت اسمحولنا بقيد أبو تريكا وحسن مصطفى وجيل بيرسون قالك مش هنقدر نختارك اللوائح البطولة بدأت بالشكل ده فده اللي عندنا فتبعت تاني الاتحاد بعت الاهلي تاني الاتحاد المصري لكرة القدم عايزين رد وافي ليه بقى؟ لأن النادي الأهلي كان عنده ست لعبين مع المنتخب الحضري، واق الجمعة، أحمد السيد، محمد شوقي، واق الرياض، وسامة حسني ست لعبين طيب ايه المشكلة من القايمة كانت كبيرة وخمسة وعشرين لعب وتقدر تتحمل هقولك كان مصاب عندنا بلال وعمد متعب وأبو مسلم وياسر أدوان والقايمة فعليا فعليا كانت أشبه بمباراة الزمالك في دولار باستين لما طلع المرش في العام على قطاع الكرة الزمالك وقال عندنا تلاتاشر لعب احنا فعليا كان عندنا تلاتاشر لعب منهم تلات لعبين ناشئين كان وقتها الشريف إكرامي تحت السن ومحمد الزيات وكمال علي دول تلات لعبين فالنادي الأهلي طلب من اتحاد قرص القدم رفض طلب من الاتحاد العربي يقيد يا تأجيل رفض فاعتذر النادي الأهلي عن استكمال البطولة ووقتها اتقال النادي الأهلي هرب من مواجهة نادي الزمالك ده انت مش كمان بيتم الضغط عليك وبتخسر بطولات وبتنسحب من بطولات أو بتعتذر عن استكمال بطولات بسبب ان انت لعبيك مع المنتخب لا ده انت كمان بيتم الطعن في القرار اللي انت خدته بانك خايف من مواجهة اي فريق زي ما تقال ان النادي الأهلي خايف يواجه الهلال السعودي في وقت احنا كنا مشغولين فيه بنهاية دورة ابطال افريقيا وحضراتكم شفتوا لما رحنا قابلنا الهلال السعودي فبطولة رسمية بينظمها الفيفا قدر النادي الأهلي يفوز بربعية على فريق الهلال دايما هتلاقي الكلام والتناول للنادي الأهلي بلا اساس من الصحة اعتقد يمكن لما هما بيسمعوا مننا الكلام ده بيجي البعض شفت الردود يعني بتيجي تكتب او بتقول ان لا جماعة ده النادي الأهلي في مباراة استن والنادي الأهلي في كاس العامل الأندية ليس كل ما يعرف يقال ويجي بقى يتقال لك ايه اصل انتوا دلوقتي بتشتكوا مدالة كان بيحصل معاكوا تاريخيا طول الوقت والموضوع ده مضحك يا جماعة لان البعض عايش على الاوهام فكرة ايه حافظ شعرين حافظ جملتين زي دوري حسن شحاتة اللي احنا شرحناه ميت مرة ويبدأ يرددهم وهو مستقرة في دخل ومؤامرة ملاش ايه علاقة بالواقع انما اللي هو بيتقال ان ده اللي كان بيحصل معنا زمان وكننا احنا بن الجامل زمان طب ما تيجي نشوف زمان وتعالوا نشوف نموذج صارخ ونموذج فعلا صعب جدا لازاي احد الدوريات الحلال اللي خدع الزمال دي سنة 88 ببساطة جماعة النادي الاهلي كان بيتنافس مع نادي الزمالك او نادي الزمالك بيحاول يتنافس مع النادي الاهلي لحد الامطار الاخيرة وللامانة المسم ده الاهلي يتعطل فيه كتير جدا وطبعا فيه وقائع ومبارات المحلة وبصوا يعني احنا مش عايزين برضو رؤل لوقاعة تحكمية بس كان فيه كوارث تخلي النادي الاهلي حسم الدوري من قبل القصة دي بكتير ولكن تعالوا نشوف قصة ان النادي الاهلي بيدفع التمن وقصة الدوليين نخلينا في الصورة الاولى لسه النادي الاهلي يا جماعة كان عنده مباريات فضلة في الدوري ونادي الزمالك نادي الاهلي كان عنده مباراتين كمان مع المصري يمكن قبلهم طلع في 7 يونيو اتقال ايه موقف قانوني واضح للاتحاد المصري اللي قرأت القدم من تصفيات كاس العرب وقتها كان فيه بطولة كاس العرب منتخب مصر عيروح يلعب في الأردن وقتها ايه اللي حصل طلع الاتحاد لان كماتش الاهلي والزمالك اللي كان معروف ووقتها الفريقين طلبين حكام اجانب من بدري وعارفين ان هما بنسبك بنا ممكن يحدد مسيرة الدوري او ده هو فعلا يحدد مسيرة الدوري فتقال ايه مبارات الزمالك والاهلي باللاعبين الدوليين بعد صعود مصري للنهائيات يبقى انت اذا كان عندك خلاص موقف فاضح وصريح ان انت حتلعب مبارات 24 يونيو باللاعبين الدوليين انت والزمالك ده يوم كان سبعة ستة طب ايه اللي حصل بعدها النادي الاهلي كان عنده ماتشين مع النادي المصري يوم تمانية يونيو ويوم اتناشر يونيو ايه اللي حصل انا في اعتقاد ان وقتها كان اتحاد الكرة جماعة بيعتقد ان النادي الاهلي حيتعثر في المباراتين او على اقل في المباراة منهم اذا بالنادي الاهلي يفوز في المباراتين اللي ورا بعد يوم تمانية ويوم اتناشر بنتيجة اتنين واحد في المباراتين والنادي الاهلي هنا خلاص بقى معروف انه هو قريب جدا الاهلي يواصل زحفه نحو المقدمة ده بصوا يا جماعة يوم كم 13 يونيو الاهلي يواصل زحفه نحو المقدمة ويهزم المصر للمرة التانية 2-1 ويتساوم عز ملك في النوع هنا خلاص النادي الاهلي لعب مباراة بعدها وكان رايح للمباراة ان يكفي التعادل تعال ابقى شوف الخبر اللي بعده الخبر اللي بعده ده يوم 12 يونيو يوم 13 الصبح كان مكتوب ايه بقى ان فيه معسكر هيتعمل فجأة يا جماعة بقى فيه معسكر هيتعمل في غسلافيا لمنتخب مصر هو ده المنتخب القومي الكرة ويبدأ 3 مباراة ودية خلال معسكر الاعداد الذي يبدأ من 19 يونيو من 19 ستة هتروح معسكر عشان خاطر البطولة العربية طيب ده معناه ايه معناه ان انت البطولة العربية دي اللي كانت من 8 يوليو لسه هتعمل لها معسكر من يوم 19 وماتشي الاهلي والزمالك اللي كان يوم 24 اصبح خلاص هيتلعب بدون الدوليين يبقى اتحاد الكورة في 88 اللي طلع يوم 7 يونيو قبل ما الاهلي اكسب المصري في الماتشين وقال ان المباراة بتاعت الاهلي والزمالك بالدوليين اول ما النادي الاهلي كسب المباراتين وبقى محتاج بشكل كبير في مباراة الزمالك يكفي التعادل طلع على طول خبر ان فيه معسكر في غسلافيا عشان البطولة العربية اللي هي وقتها ايضا كانت تصنف بطولة ودية استعدادا لكأس العرب وعندك ماتشي معسكر يغسلافيا ده كان سهل جدا تتجمع عابله لانه هو لسه في 7 يوليو لا ده انت من 19 يوليو اللي هو تحديدا من الاخر مش هتلعب ماتشي الزمالك بالدوليين هيجي البعد اخيرا يقولك ايه طب ايه المشكلة وهي الاهلي يتظلم هنا ما انت بتقول بدون الدوليين الاهلي والزمالك كان فيه تسع لاعبين دوليين من النادي الاهلي موجودين في المعسكر مقاول 4 من نادي الزمالك والتسعة كانوا اكبر تأثيرا بكتير جدا للنادي الاهلي لدرجة يا جماعة ان جات الاعرام والاخبار اللي اتنين في الصحف استعدادا لمباراة 24 يونيو كانوا كاتبين ايه ان النادي الاهلي بص الفارق مش قادر يكمل اللعيبة اللي يعمل بهم التمرينة او التأسيمة على فريقين عشان خاطر مباراة الزمالك ولعبنا المباراة واخسرنا اتنين واحد من الزمالك واتاخد دور 88 اللي دلوقتي الزمالكوية بيطلعوا يقولوا لنا انه هو دور حلال ومن 88 ومن قبل كده وانت الفريق الوحيد اللي طول الوقت هو اللي لازم بيدفع الضريبة للمنتخبات الوطنية ده موضوع 88 اتاخد بفريق الاهداب يعني انت لما كسبت مطشين المصري ووفست على نسيك حلوان بقيت 53 نقطة والزمالك 50 نقطة فدخل الزمالك بيلعب على حالة واحدة فقط لغير هي الفوز والآله التعادل كان يكفيه ولكن القصة الاصعب اللي هو ان الاتحاد كان موقفه لما قال ان المباريات دي او المباريات دي هتلاعب الدوليين كان على خلاف مع الاتحاد العربي لكرة القدم لان كان منتخب السودان انسحب من البطولة فكان المنتخب المصري رافض ان البطولة تروح لأي مكان غير الاردن وهنلعب مع السعودية فقط لغير وخلافات فما تردش عليهم من الاتحاد العربي فقالوا ايه هنعتذر عن السفر ومش هنلعب بالبطولة فعشان كده قالك اللعيبة الدوليين مش ده بس التناقض الوحيد لما تغير الاراء وقالوا هنلعب بدون الدوليين النادي الاهلي وقتها كان له مباراة مؤجلة مع المصري ومش طبيعي الاهلي يلعب المصري زهابا ايابا في خمس ايام فقط لغير ويفوز زهابا ايابا في المباراتين لأ كان فيه منهم مباراة مؤجلة من دور الاول فسمحوا للعيب النادي الاهلي الدوليين ان هم يلعبوا مباراة المصري لانها مباراة مؤجلة طيب مباراة الزمالك دي كانت أصلا في الأسبوع السادس ما كانتش في المرحلة الأخيرة وكانت مباراة مؤجلة ليه ما تنفس عليها نفس اللي تنفس على مباراة الأهلي والمصري ده رقم واحد رقم اتنين أنت البطولة العربية عندك اللي هي الودية عشرة سبعة فتخيل الكابتن فؤاد صد إيه مدير الفني المنتخب وقتها كمان يعمل معسكر في غسلافيا لبطولة ودية يعني أنت بتعمل معسكر ودي هيبدأ 19 ينتهي يوم 30 ثم تعود لمصر من يوم 30 وتاخد 9 أيام في مصر تكمل المعسكر في مصر بعد يوم راحة وبعد كانت سافر تلعب البطولة طب ما كان سهل جدا أننا من 18 أو 19 أسافر يوم 25 ويبقى الأهلي لعب بالدوليين والزمالك لعب بالدوليين وأم رايح لعب المعسكر في غسلافيا وطلع الأردن على طول وتبقى سهلة وبسيطة يعني لكن كان ضريبة النادي الأهلي في بطولة ودية في معسكر ودي لبطولة ودية أنت متخيل بقى القصة يعني تخيل كده روي فيتوريا قبل ما يلعب بالنيجر ولايبريا قال لك أنا عم المعسكر ودي في ألبانيا كلام طبعا كان تهريك بشكل كبير وده كان الدوري الثاني اللي بيفقده النادي الأهلي في التمانينات بعد دوري أيضا 84 اللي اخترناه ولكن دي كانت بقى بطولة لوس أنجلوس والقصة كانت ايه؟ المباراة يوم السفر بتاع الفريق البعثة للوس أنجلوس كان يوم مباراة الأهلي والزمالك ما تأجلش 24 ساعة عشان النادي الأهلي يلعب بالدوليين ما تأجلش وخد برضو نادي الزمالك البطولة من النادي الأهلي ودول البطولتين اللي خدهم الزمالك في التمانينات بكملها فتخال في 10 سنين الزمالك بيحصل على بطولتين المقولين بيحصل على بطولة البطولتين اللي خدهم نادي الزمالك كان النادي الأهلي منزوع السلاح باختصار شديد الموقف الأخير وهو موقف الأمم الأفريقية كان عندنا بطولة كأس العالم عشان بس فكرة أن فيه ناس بتطلع بين الشرطين بتروح لناديها احنا قلنا خلاص يا جماعة نهينا البطولة والمنتخب ولعبينا مع المنتخب لغاية آخر دقيقة في البطولة وبالفعل راح المنتخب ولعب منتخب مصر للمباراة النهائية بلعبي النادي الأهلي ولعبي الفرق الأخرى والمحترفين فكانت طبيعية ايه بقى النادي الأهلي في بطولة رسمية في بطولة كأس العالم عندها مفيش فريق من مصر بلعب في البطولة دي مفيش قد النادي الأهلي فقط لغير هو اللي بيرفع اسم مصر في البطولات العالمية بالشكل ده فكان المفترض على الأقل يكون فيه طيارة تطلع من الكاميرون على الإمارات فطلع نائب رئيس الاتحاد المهندس خالد الأستاذ خالد برندلي وقال كل اللاعبين كل اللاعبين أو المنتخب كاملا هيعود للقاهرة أولا أنا شايف أن ده كانت تعنت واضح جدا مع لعبي النادي الأهلي ليه ليه لأن لعبي النادي الأهلي الدوليين لا يقلوا على الإطلاق أهمية عن أي لعب آخر حتى لو كان الكابتن محمد صلاح بالتأكيد نجم منتخب مصر وكابتن منتخب مصر ومشرف القرى المصرية في الدوريات الأوروبية ولكن حصل له استثناء ومجيش القاهرة طب لما هو يحصل له استثناء ومجيش القاهرة عشان يروح يلحق بفريقه ويشترك في تدريبات عشان يلعب مباريات أنا ليه لعبتي؟ ما حصلهاش نفسه اللي استثناء ليه لعبتي ما تلعيتش على الإمارات مباشرة لأنها لعبتي النادي الأهلي ليه؟ لأن النادي الأهلي اللي بيبتز دائما بوطنيته مش أنت النادي الوطني أنا هدوس عليه كالتحاد قورة ما بعتليش ليه لعبتي على الإمارات؟ لا جات لعبتي وقعدت ترانزيت وكان طبعا القرار ده مقدرش النادي الأهلي يتصرف وقتها ويجيب طيارة تجيب اللاعبين من الكاميرون على الإمارات لأن كان تقريبا نفس المدة الزمنية اللي هيخضوها فاتطر النادي الأهلي أنه هو يستنى لعبته ترجع رجعت لعبته الساعة 12 بالليل بتوقيت الإمارات وحنا عندنا ماتش تاني يوم مع بالميرس وكان لعبتي النادي الأهلي الأساسية شاركت مع منتخب مصر سبع مباريات لعبين أربع مباريات أكسر طيب يعني مجهود جبار وخرافي ما تقدرش ومع ذلك قلنا فيش مشكلة منتخب مصر أولا وده مش شعرات ده على مدار التاريخ والحاضر دائما وأبدا النادي الأهلي لعبيه ملك منتخب مصر أولا والنادي الأهلي اللي بيدفع الدريبة دي وتيجي تلاقي ناس بتبتزك وطنيا وكمان تزايد عليك وهي مش قادرة تلعب مباراة بدول 64 بدون اثنين لعيبة دولية ومين اللي صرح التصريح بتاع اللعيبة ترجع الكارلاء الأستاذ خالد درندلي طب فين تصرحات الأستاذ خالد درندلي دلوقتي ده السؤال اللي محتاجين كلنا نسأل نفسنا فيه فين تصرحات الأستاذ خالد درندلي فيما يخص أن اللعيبة بعد المنتخب لازم ترجع مصر الأول وأصلا تمتخيلين موقف ده بيتقال فموقف أنت كمان كنت محروم من لعبتك في كاس العالم اللي قاله ليس كل ما يعرف يقول في اتحاد صابق فجل التحدي قالك ترجع مصر الأول الكصة صعبة جدا وأعتقد أسامة دلوقتي بنشوفش التصرحات دي اللعيبة بتمشي بعد شوق وما بيبقاش الكصة كده أوريك تصرحات تانية بتحد الإعلام على أنه يهاجم كمان المدير الفني للمنتخب عشان استبعد لعب أو آخر نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب عودة في حتة تانية وهو الحرس الأول وما فيش حد يلعب عليه أنا مطلقش كده على فكرة خالص نهائي عايز تلعب محمد الشناوي أكثر خبرة زي كابتن برضو يقول لي يا كابتن أحمد ناجي قال لك عودة معندوش خبرة والشناوي معرفش هو يا جماعة إحنا شغالين أهلي وزمالك ولا شغالين منتخب الإعلامي الصح هو اللي يهاجم فيتوريا لعدم اختياره عواد احنا كده بنخذر هو ده لو حارس الأهلي كان حصل كده هو احنا لازم مقرر علينا طول حياتنا لازم حارس الأهلي هو اللي يكون حارس مصر ثبت البطل إكرامي الحضري الشناوي قعد عشر سنين في بتروجيت محدش جابه يا عم ده موهوب من الزمان من قام بتروجيت ده ملعبش مطش مطش ودي مع المنتخب أيام ما كان في بتروجيت كان بيروح رابع أول ما راح الأهلي بقى أساسي ماشي عم إمكانياته طب انت متخدش عواد ليه انت فمتخدش عواد ليه أنا مش فاهم يعني مش عواد ده كان قدام بيرامدز والزمالك كسب تلاتة بيرامدز ودخل تلاتة فعامد الشناوي يعني أنا مش فاهم يعني لكل شاعد يقولك إيه أصلي معندوش خبرة أصلي معرفش إيه طب عملنا إيه بالخبرة اللي كان عنده خبرة عمل إيه شال ثلاثة وشال أربعة وشال خمسة وده وارد تصرحات بتوضح مين اللي بيحط منتخب مصر أولا ومين اللي بيحط ألوان التشيرتات أولا وده مش أول تصرحات على فكرة لخالد الغندور في قناة نادي الزمالك كان قبلها بيومين سبق تصرحات عنيفة جدا عن العنصرية في التعامل مع اللاعبين اللي تحت السن وأنا مش فاهم إزاي يكون عندنا خمس محترفين في الفريق الأول وتلات محترفين في قطع الناشئين ويتقال عدم قيد لاعب موليد ألفين هو عنصرية أنا ما قدرتش تستوعب والله زي حاجات كتير بيقولها ما بقدرش استوعبها وما بنقدرش نقف عندها لأن احنا بنقف عند أي شيء يكون له علاقة بمنطق مش لقيين مش بينلاقي حاجة لها علاقة بمنطق أو لها علاقة بفكرة انتماء لمنتخب مصر ده بيطالب الإعلام يهاجم المدير الفني عشان استبعد عواد وهو في النهاية باختصار شديد كان مسلسل وتكشف خلاص ما تشكرنيش على الهواء عشان ما تشتمش ما احنا فهمناها فكل اللي اتعامل ده وكل اللي بيحصل ده هو فيلم من انتاج اتحاد كرة القدم المصري بوضوح شديد جدا لعيبة يتقال أنا عندي 13 لعب وانت عندك مقايد لعابين مصطفى زناري وغيره وغيره موجودين يتقال اننا ازاي هاجموا على المدير الفني عشان عواد وفي النهاية يطلع المدير الفني يقولك ده نسيبه لهم لزمالك يتقال بياخدوا لعابتنا اللاربعة يروح اتنين بعد الشوت الاول وهيرجعون لنا تاني وفي النهاية اوقع تشكرني على الهوى لانك لو شكرتنا على الهوى هتشتم ما خلاص فيلم واحنا للأسف مضطرين نتعامل مع هذا الفيلم على انه جد على انه على مصرح الحياة على انه فعلا فيه خلاف ما بين الزمالك والاتحاد القرى مفيش نفق فاتح من اتحاد القرى لنادي الزمالك فيه خلاف الموضوع المفترض ان احنا نصدقه ونصدق ان فيه خلاف فعلا يا جماعة صدقه يا ده نادي الزمالك مظلوم جدا من اتحاد كرة القدم المصري يا ده نادي الزمالك جدا لعيبته متهدة وحرس المرمى متهد بيقولك الشناوي عمل ايه الشناوي عمل ايه وبيتكلم دخل في مرمى ثلاثة وكلام انا اسف جدا يعني كلام مش بتاع قرى التخال طالع من لقى بقرى وده كلام مش بتاع قرى مش بتاع قرى يعني لما منتخب برزيل يقصر سبع حرس المرمى يضربوه بالنار مثلا اللي يحصل معا ايه الحضري من اعظم الحراس اللي جون في تاريخ مصر ومنتخب مصر شال خمسة من السعودية في المكسيك في كاس عامل الكارات وظل الحرس الاول لمنتخب مصر مالهاش علاقة لو عايز تعرف الشناوي عمل ايه اقولك انا الشناوي عمل ايه لما يلعب لأول مرة كاس عالم وياخد افضل لعب في المباراة كأول حرس مرمى ياخدها ده الشناوي لما تعترض على وجود الشناوي في 2019 وتتهم الكابتن احمد ناجي انه بيجامل محمد الشناوي على حساب جنش ويطلع الشناوي افضل حارس في البطولة فده الشناوي لما تبدأ تتكلم على الشناوي هو يروح يلعب اولمبياد مع كابتن شاوة غريب ويطلع افضل حارس في البطولة هو ده الشناوي لو بتسأل الشناوي عمل ايه الشناوي ما سابش مجال الا لما كان فيه رقم واحد الشناوي حارس المرمى اللي حصل على افضل لعبة في افريقيا السنان دي ده الشناوي فغريب جدا ان انت تتساءل الشناوي عمل ايه ولو دورك ان انت تدافع عن لعب بتاعك والحارس بتاعك على عينه وراسك هو مين قالك اصلا ان عواد مستبعد لصالح الشناوي عواد كان هيجي بديل الشناوي فالمفترض تهاجم بديل الشناوي او تقول هو بديل الشناوي ده رايح ليه خاصة ان محمد صبحي ما هو برضو حارس مرمى في نادي الزمالك وهو المتواجد ايه بعد عن محمد الشناوي الا اذا احنا كنا في منك غلط وانك تقصد احمد الشناوي بس انت قلت لعب برامدز لعب امام برامدز وخد ثلاثة من برامدز فانت تقصد بكل وضوح محمد الشناوي محمد الشناوي عمل اللي في الفترة الاخيرة مفيش حارس مرمى عمله من بعد عصام الحضر بص افضل حاجة في محمد الشناوي انه هو بالزكاء ده في التعامل مع الامور واللي زي التصرحات دي ويمكن انا كنت مستهني المباراة مبارح عشان اشوف محمد الشناوي وهو لاعب اساسي وهو مش اللاعب اللي بيركز في كلام اعلامي لانه ده افضل حارس في افريقيا حارس الوحيد في تاريخ مصر اللي خد في المباراة كاس عالم افضل لاعب في المباراة وكان مانو في زمادش في مباراة قروجوي لما بتيجي تختار ثلاثة بس فوق السن يشاركوا مع المنتخب الوليمبي بتاخدوا هو حارس رجل مباراة بالميراس اللي جابت برونزية فبالتالي انا كنت مستنى شوف هل الشناوي وصل من مرحلة الثقة والنط جديقة على رقم لا رقم واحد مش مكتوب على التشيرت رقم واحد هو السي في بتاعك هو انجازاتك هو مش شخصية حارس في المواقف الصعبة بتلاقيه بيهرب لا ده حارس بتلاقيه في المواقف الصعبة موجود فلما تهجمه او تقلل منه لصالح عواد اللي استبعد اصلا اللي استبعد اصلا بالاتفاق وخلى روي فيتوريا يطلع يرد انتو خلتوا الرجل يكشف اللي جواه يعني حتى ما فيش الزكاء اللي هو احنا عاملين خطة وانا خلاص هطلع اسكت انت عواد ما تكتبش حاجة واحنا ما نتكلمش والراجل استبعد وخلاص كأنه استبعد فني عشان يلعب معنا لا بيزهر القصة بشكل واضح ووصالوا الراجل المدير الفني اللي متفق معاهم ان هم يهجموه هو مش هيغلط تاني هو مش هيغلط تاني هو مش هيسك هو تعلم بس في حاجة فيتوريا بيقول امبرح في المؤتمر الصعفي لان دي مش معنا هنا قال حاجة ومش هتتكرر تاني لا ما فيش حاجة اسمها مش هتتكرر تاني هو بيتكلم في فكرة ان انا سيب لعيبة وكده لا ما احترامي واحنا هنا بنقولها في قناة النادي الاهلي اذا كان اتحاد الكورة عنده ميزان في كفة واحدة بيضة بخطين حمر طول الوقت هي اللي طبه انا كاهلي مش مرتبط ولا مفترض ان انا تقبل ده ابدا وما فيش حاجة اسمها اصل المرة دي استثناء ومش هيحصل تاني لا لو الاهل يتحط في موقف زي موقف نادي الزمالك من حاجة اقول انت هتعمل معي ايه وما تبتزنيش بالوطنية لان انت اللي وصلتلي ان مصلحة منتخب مصر مش مطلقة دي نسبية وفيها مواقمات فتخيل بعد اللي عمل ورويف فيتوريا ده مشكورا طبعا مش مشكورا بالنسبة لنا مشكورا بالنسبة لهم وكمان بيتهاجم ويتقال لك ايه انت لو اعلامي بتفهم انت لو اعلامي بتفهم المفروض تشجب وترفض ان عواد مش موجود يا عمم هو مش موجود بالاتفاق معاكم طب تعالوا نسمع بقى فيتوريا وهو بيكشف الكصة وبيوضح حل الكصة كانت فنية ولا كان كله متطبخ مع كله افتقدوا بيكشورا بالنسبة لزاملك أفتقدوا بقتياطة لزاملك اkus دي جمع بهentialة أنا أجب أن أتعجب من الحقيقة أو أزتادهم منهم 7 أو 8 لعبين بطلق الثالثة أجب أن أتعجب من الحقيقة التي قد تمزها وإنسبة لنفسهم أماماً بطلق الثالثة أننا أتعجب من الحقيقة تتعجب منهم يعني معهم توافق مع وجودهم معانا وبردو في نفس الوقت ما يعتلوش نادي الزمالك ولكن مداري بباردو بيولي لسا نمش عارفين المباراة تكون موجودة ولا مش موجودة وطبعان أنا فتحت باسل استثناء المرادية لأنه طبعاً موكف نادي الزمالك عارفين نهو بيعدي بمباراة تعتبر مباراة دولية بنزبالك وصولوا فيتوريا انه يمسك المايك اللي موجود فوق كل حتة وفوق الاستاد ويضطر يقول يا جماعة ما ده بالتفاهم وعواد انا مقتنع به ويسايبه عشان خاطر الزمالك عنده مباراة يعني انت متخالق علام الزمالك نفسه بيهاجم المدرب بتاع المنتخب في انه مش واخد الحارس وهم اصلا عايزين لعبته متساب للفريق مش للمنتخب انا شفتش كده انا شفتش في الدنيا كده يعني انت عندك الموقفين بتهاجم الراجل على انه هو ما خدوش وانت نفسك عايز اللعبه معاك هو فيه كده يا جماعة هو فيه اعلام في الدنيا بيتعامل بالمنطق البراجماتي ده لا الحاجة التانية بقى انه الراجل بيتكلم انا كنت حاقد سبعة وثمانية وخدت تلاتة او اربعة بس عشان خاطر اسيب لعبه للزمالك وده استثناء مش هيتكرر وده اللي انا قلت لما فيش حاجة اسمها استثناء واحنا هنا في النادي الاعلي وفي قناة النادي الاعلي معنا الفيديو ده هنيجي في كل مرة استثناء ازاي انت عملت كده وانت كمدير فني اللي سمحت لنفسك ايا ان كان بقى ارضاءا للي تفاوض معك وجابك لانك مش فاهم الصورة صح لان انا عندي حاجة بمناسبة تفاهم الصورة ده فيتوريا عنده حتة غريبة جدا كل ما يتكلم يقول ايه انا بالنسبالي اشتغلت عشرين سنة تدريب ودايما الحاجات اللي ما تشافتش قبل كده اشتغلت عشرين سنة تدريب عمري ما شفت المدير الفني او عمري ما شفت فريق عنده مباراة متعارضة مع الاجندة الدولية وهو بيلعب مباراة رسمية تانية وانا مش فاهم التعارض ده جاء ازاي هو محدش جاب فيتوريا كابتن حازم صديق فيتوريا واللي تقال ان انت اللي جاب فيتوريا وانت اللي عملت لها التعاقد وانت اللي على تاصل مباشر معه هو انت ما جبتوش وفهمته وقلت له يا عم فيتوريا اللي تسبب في التعارض الغريب بالنسبة لك ده والكاف مش قلقان ومش شغل باله لانه اصلا الكاف تنفذ رغبتك كنادي زمالك انت جيت قلت له انا عندي مباراة ودية عايز ااجل المباراة الرسمية عشانها الكاف قال لك ماشي حاضر يا سيدي اجل المباراة الرسمية عشان المباراة الودية اللي انت عايز تروح تلعبها سبحان الله الكاف بيستجيب وبعد الكاف بيستجيب معاهم وبعد ما اجلك المباراة الرسمية عشان خاطر الودية وجاب اي لعبك الرسمي ما بقاش عارف تروح للكاف رغم انه تقال ان جمال علام بنفسه ماسك الفايل جمال علام اللي معرفش يحاسب موظف خب الجواب هو اللي كان بنفسه بيتابع موضوع تأجيل مباراة الزمالك للمرة التانية في سابقة لم تحدث في تاريخ افريقيا انك تتأجل مرتين الكاف جاء قال له ايه انتو بتهزروا هو انا موريش غير الماتش ده زهاب اجل عودة اجل مفيش حاجة اسمها كده مش مأجل رح طلع القرار اللي فيتوريا بيقول انه هو مش عارف سببه التعارض يا فيتوريا اسأل كابتن حزم امام وهو يقولك بشكل واضح التعارض مين السبب فيه ومين اللي خلاك تتحطى في الموقف ده واللي مش هيكون استثناء زي ما انت قلت لو تعرض ليه النادي الاهلي نشوفكو بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي ما جمهور الاهلي حافظ تاريخه بطولاته لعبته بالاسماء بنك سايب من سنين وهو في ظهر نادي الاهلي مجهود وعطاه بنك سايب دايما معاك دايما اهلي دايما كنت بلعب كله ماتش كاينه اول ماتش الكرة دي بالنسبة لي مش لعبة دي اول حض بعد لم يستوع انا فاكر ليلة اول يوم اختبرات في الاهلي من يمتش واللي اول يوم على الفريل اول اول يوم احتراف في بلق جديدة واول بطولة عرفها تكاس واللي اول مرة البشرط الكابتل حلوة اول مرة عمرها ما تتنسي زي اول مرة ااكل رو بطاطس ما ارمشها بجد وطعمها ما يتنسيش رو كل مرة زي اول مرة رو اول بطاطس كاتل كوكت في مصر الطبيعي تاكله ستة ثلاثة جددت شكلها افضل محتوى تعليمي برامج جديدة مع اقوى النجوم اهم المراجعات النهائية لكل النواب امتع السهرات كل ليلة قناة مدرستنا التعليم والترفيق في مكان واحد ولكل افراد الاسرة قناة مدرستنا ثلاثة على الترددات التالية اتناشر متين وستة افقين اشتركوا في القناة اهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الالي خط احمر والكلام واضح جدا اننا عندنا بعض التحفظات على ادارة اتحاد كرة القدم للمنظومة في قصة دايما بتحصل في حاجة دايما بتحصل في توجه واضح بافعال وحتى باقوات يعني كنا لسه بنتكلم قبل فاصل عن روي فيتوريا وان صدر انبارح تصريحات من مسؤولين من عضو مجلس ادارة في نادي الزمالك ان عواد هيتعاقب لان تقال لعواد ما تتكلمش عادي تكلم فهيتعاقب على الكلام فالقصة صعبة جدا وعشان القصة نفهمها لازم نبقى فاهمين ان ما ينفعش تكون منتمي في منطقة حيادية بمعنى ايه بمعنى انت راجل دلوقتي انتمائك النادي الاهلي انتمائك نادي الزمالك اتحطيت في اتحاد كرة اتحطيت في ربط الاندي اه تخدم مصالح النادي طبعا للوايح والقوانين لكن يحصل استثناءات على طول الخط هنا فيه قلق القلق الآخر وفعليا اللي بتدير المنظومة عشان نفهم القصة تعالوا نشوف الفيديو ده ما بين كابتن احمد شبير وكابتن حازم امام عضو اتحاد كرة القدم عضو اتحاد كرة القدم وليس رئيس اتحاد كرة القدم نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا انت كنت شاهد ان الكيروش بداية هذا المشروع اه طبعا طب ليه انت ما قدرتش ليه معه التفاوض لان كان نسي جمال هو المشرف اه وما اشركناش في هذا الملف فهو قال انا هشتغل عليه اه بس هو كان متطفق على التجديد حسب ما انا فاهم اه طبعا يعني الاتفاق كان تام على التجديد اه لا احنا رحين يوم الحد كنا على اساس احنا يعني ايه بقى بتفاصيل العقد الجديد او تفاصيل مفيش عقد جديد هو نفس العقد ان احنا العقد مكمل غاية شهر 12 يعني اه بس ايه اللي حصل يعني هيجي امتى هيعمل ايه وبتاع اه بس ففجئنا بانه مش موجود يعني وبعدها بتبالي 40 ساعة كان قرار برده سريع جدا اه معرفش ليه بتاخد بهذه السرعة الخصول نحن معناش حاجة يعني وكانت نهاب عندول السماتشين مزين بي فكان لكن خلاص قرار التاخد ربنا رب يطلع صح يعني ما تحاش تصويت في الكورة كابتان انا وجهت نظر اه حقيقة الفنية ما فحاش تصويت ما فحاش تصويت انا وجهت نظر يعني طبعا التصويت بيبقى على هتشغل مين مثلا في كذا اه هتجيب مين اداري اه السياسة العامة نحاية فنية فنية وجهت نظر انا فحاش تصويت لازم بقى في لجنة فنية اللي تدير هذا المنافق وتديك اه حاجة معينة في مجلسط دارة توافق بيها تدي مثلا اختيارات ثلاثة اربعة خمسة والناس توافق منها اه ممكن حزم امام فكرة اللجنة الفنية اللي تبقى مسؤولة عن المنتخبات داخل الاتحاد تتواجد خلال الفترة القادمة مش عايف والله اغلبية والتصويت الله عاموك ما يوفقوش لا معلمش بس يعني اقدر يعني مش عايز اقول خسرت معركة او خسرت التصويت او حاجة او انا عارف ان تبتحترم ايب جلال جدا عشان بس عشان الناس يبقى فهم عن الكلام في النقطة دي شوية لكن مش معناها انك يعني ما وفقتش انك تستسلم يعني تشفتينو انا بحارب قديع الترابيزة معك يعني انا عدت سبع عشر كلوخ هناك انا نفسي اصرف فعلا انا بزهق اه انا من الناس اللي بزهق اي لكن المؤكد ان ما عنديش مدرب من المنتخب الونبيو المؤكد ان عندي تصفيات قريب طب امتى طب القصة ازاي انا مش عارف بقى كابتن زي ما قدت حاجة بقى تصويت تاني ولا لجنة فنية انت هترفض موضوع التصويت مرة تانية اه اه انت بدترول اتحاد من ساعة موضوع الكش لأ دي هازت راسك الناس مش هتشوفها اه لأ لأ رد اا يعني شوية كده لما ناخد موضوع التصويت بعد كده نشوف حل فيه يعني يعني فيه حاجات تصويت فيها اه صح طبعا و لازم وفيه حاجات الفنية باحتة أنا محتاج لجنة تدريس هذا الموضوع وتدي قرار للأخي طبعا ماكس دار بس من خلال من خلال لجنة فلنية مش لازم يسموا أي اسم بس ممكن حازم مباركات واثنين كمان من بار الاتحاد على فكرة مش لازم مباركات بس يعني كابتن حازم إمام دخل الاتحاد المصري لقرة القدم حتى يضع قوانينه وثوبته واختياراته فقط لغير ليه قال أنا مش مقتنع بالتصويت ولما حصل تصويت إيه اللي حصل كابتن حازم إمام قال أنا أصلا بذهق بسرعة كالعيب كورة لما تقل بطل بطلت وزهقت فعادت في البيت فأنا ما بروحش الاتحاد ليه يا كابتن حازم لما حلولنا بقى موضوع التصويت ده ليه يا كابتن حازم أصلا أنا مش مقتنع أن الأمور الفنية يكون فيها تصويت طب يعني لجنة فنية ما عنديش مشكلة أنا وبركاته يجيبوا اتنين من بره بس الأمور الفنية مفهاش أي نوع من أنواع التصويت ولو عايزين تصويت أنا نرشح لهم باللجنة الفنية ثلاث مديرين فنيني وبأختار واحد منهم فبالتالي كان اختيار واضح وصريح ومنفرد لروي فيتوريا في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ اتحادات كرة القدم المصرية وقوانين كابتن حازم أصبحت هي الآن التي تدير اتحاد كرة القدم المصري مش بس الأمور الفنية لا ده كمان التحكم في اللاعبين اللي يدخلوا المعسكر واللي يخرجوا المعسكر اللي يلعبوا متشوات دولية واللي يلعبوا مع المنتخب واللي يلعبوا مع الفرق وتقال بنص واضح وصريح هو هتشكرني عشان ما تشتمش احنا هنا ما عندناش أي نوع من أنواع التناول التجاوز على الإطلاق هنا بنتناول بدون تطاول وما عندناش أي لفظ خارج ممكن تشوفه على شاشة القناة دي لأن القناة دي عارفة قوي هي شايلة شعار أي نادي هي شايلة شعار النادي الأهلي وبالتالي مش هتلاقي التجاوز ده ولكن من حقنا يكون فيه انتقاد من حقنا يكون فيه استفسارات ومن حق الجماهير كرة القرارة المصرية تعرف منظومة الاتحاد دي مش يزاي أنا عندي رئيس للاتحاد مش شايفه أنا آسف جدا والله طلع قالها عاقب وليد راعتاري أحمد بيه ما تعاقبش عندي اللي بيقولمني نائب رئيس الاتحاد أحد تربية كوادر إدارة النادي الأهلي هل ده أستاذ خالد اللي انت تعلمته في النادي الأهلي ان فيه شخص منفرد ليس رئيس الاتحاد كمان يعني لو رئيس الاتحاد هنقول ما فيش مشكلة ده رئيس الاتحاد لكن عضو داخل لو هتصوته أنا مش هاجي أنا زهقت واجيب المدير الفني لدرجة ان الكابتن شوبير فمدخلة تانية أو في حديث عن أيمن عبدالعزيز قال بوضوح ان حازم إمام جاب أيمن عبدالعزيز يا جماعة روي فيتوريا مش عايز أيمن عبدالعزيز اعترض أعضاء اتحاد كرة القدم على تواجد أيمن عبدالعزيز قال ده هيبقى مستمع أو معايشة قال خلاص طالما معايشة يبقى يشتغل مجانا كابتن حازم ما وفقش اتوجد أيمن عبدالعزيز في جهاز روي فيتوريا فأصبح أيمن عبدالعزيز لو أجري مع روي فيتوريا عشان عامل معايشة أو مدير فني أو مساعد مستمع يعني طب ما تخدوني مستمع جماعة مستمع جيد لا استمع جيد والله بس خدوني المستمع القصة بقت بالشكل ده وبيعترض أعضاء اتحاد القرى ولكن مفيش ده احنا قلنا تصويت يطلع الكابتن أحمد الشناوي يتكلم حتى في الحكام عن الحكام ويقول القائمة الدولية عليها مشكلة كبيرة جدا وواضح أن فيه أعضاء من اتحاد كرة القدم لهم حكام عايزين يحطون في القائمة الدولية وانا آسف جدا الكابتن حازم امام شفناه في وجبة غذاء ملوخية مع أحد الحكام اللي فيه مشاكل بينه وبين النادي الآلي والنادي الآلي كان بيطالب بالتحقيق معهم فلما يطلع الكابتن أحمد الشناوي وهو خبير تحكيمي ويقول بوضوح أن عضو اتحاد كرة القدم اللي بيتدخل في القائمة الدولية للحكام هو حازم امام ده مش كلامي ولا كلامنا ده كلام الكابتن أحمد الشناوي المتواجد في نفس القناة اللي فيها الكابتن حازم هم محلل اسأله يا كابتن حازم قل له انت قلت ليه كده يا كابتن أحمد الشناوي لأن لو الأمور فنية يا كابتن حازم مش محتاج فقا تصويت حتى الحكام أمور فنية يا كابتن حازم أن انت اللي تحط القائمة الدولية وده مش كلامنا كلام الكابتن أحمد الشناوي فبالتالي هنا السؤال يا كابتن براكات انت فين هو احنا كل حلقة هنقول يا كابتن براكات انت فين يا أستاذ خالد الدرندالي حضراتكم فين حضراتكم فين مش تخدموا الأهلي حضراتكم فين تخدموا منظومة كرة القدم عشان لما نلاقي أن المدرجات في مدرجات المنتخب فاضية لازم نحاسب الناس بتعتبر أن المنتخب ده منتخب حزم إمام وانا برفضه على الإطلاق منتخب مصر سيظل منتخب مصر مهما كانت الصلاحيات اللي متواجدة لكابتن حزم إمام وده اللي احنا دورنا ومسئوليتنا تجاه منتخب مصر أتمنى أن يكونوا اللي في الاتحاد عندهم نفس المسئولية ونفس الإحساس بالمسئولية تجاه البلد دي تجاه المنتخب ده يعني إيه؟ عضو مجلس دار الاتحاد كرة القدم هو اللي بيدير منفارد ومعترض على التصويت في الأمور الفنية طب بلاش الأمور الفنية حتى في التحكيم أمر صعب جدا 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 ولازم لهم نوقفة ودينا طرحنا الاستفسارات ومنتظرين أي إجابة من المسئولين عن اتحاد كرة القدم المصري بص هو اللي تقال ده في جزء مهين جدا وهو فكرة أن التصويت يبقى نجيب موظف حاجة إدارية نعين حد نمشي حد بعيدا عن الأمور الفنية لأن ده كلام صعب قوي جماعة الكلام ده يتقال مع احترامي لما يبقى في الاتحاد ناس ما لهاش علاقة بالكرة لما أنت عندك ناب رئيس الاتحاد هو خريج مدرسة الإدارة في النادي الأهلي أعظم مؤسسة رياضية في مصر على مدار سنوات ويزعلنا إحنا كأهلوية مش لأن انت ما هو أهلاوي يزعلنا إحنا أن حد كان متدرك في إدارة النادي الأهلي للسنين الطويلة دي يطلع كابتن حازم إمام مع احترامي اللي عمره إدارية مقارنة بناء برئيس الاتحاد المصري واستاذ خياد الدنندالي لا يذكر إدارية لا يذكر وخبرات ومواقف لا تذكر مفيش مقارنة مفيش مجل المقارنة خالص ويتقالص للناس لو عايزة تتكلم تتكلم في تعيين موظف ويبدو لي أن ده اللي بيحصل بجد مش يبدو لأن ما فيش أي حاجة فيها أي حد تاني غير كابتن حازم إمام الحاكم الفعلي لاتحاد الكرة فيما يخص أي أمور فنية وبعدين بعد مرات تخد التنظيم المسابقات أنت كاتحاد كرة ما عندكش غير المنتخب ده اللي أنتو مش فاهمينه فكابتن حازم إمام لو بيدير ولا يسبب ليك أزمات تمام إنما كابتن حازم إمام لما يورطك في كابتن أيمن عبد العزيز اللي أهان تاريخ النادي الأقلي اللي كان جزء منه كابتن محمد بركات واللي كان في إدارته الأستاذ خالد الدرندلي لا ده أنت هنا لازم توقف وتقول ما ينفعش ونقطة نظام نقطة نظام ده النادي الأقلي ده كبير أوي يا جماعة ونرجع نقول أصل الناس أصل الناس مدايقة مدايقة موضوعية مشاعر غضب موضوعية واللي بيتكلم واللي بينكرها هو اللي مش موضوعي وهو اللي عايز الأمور تبقى أصعب من كده لأن المشهد قدامنا ما فيهوش غير حد واحد اللي بياخد قرارات أنا مش رايح اتحاد الكرة غير لما تتشال حتة التصويت أصبح حتة التصويت مش موجودة وكابتن حازم إمام هو اللي بياخد القرارات في كل حاجة كل حاجة حرفيا المدير الفني ومشتمش كلامنا ده بيتوجه له الشكر مبارح في وقعة تخص نادي بشكل مباشر طب كابتن حازم إمام كان نفسنا نضرب بيك مثال أنت الشخص بقى اللي ما عندوش أي توازنات اللي بيعلم الناس قصص إدارة واللي إيه لك موقف في أزمة الخطاب ده أنت ما فيش ما عقبتش حد ما تكلمتش وكل اللي تقلق حنشوف وحنبحث وربنا يسهل إنما هنا أنت ما فيش أي حاجة فرقة معاك غير إن أنت تخدم مصلحة ناديك على الجانب الآخر أي حاجة لها علاقة بالمنطق والحياة ما بنشوفهاش ومش موجودة طب الكلام ده هل موجود في ملف المنتخب بس هنيجي نقول حاجة ماشي كابتن حازم وما ماسك ملف المنتخب الأول وكابتن محمد بركات الدوله المنتخب الأولمبي وانا حس اللي هي كده إيه منتخب الأولمبي ده إيه الأحداث اللي فيه بيراضي بيراضي إيه الأحداث اللي فيه أصلا منتخب الأولمبي جاله مدرب خلاص قعد بقى كابتن بركات المنتخب الأولمبي اللي بيلعب كل فين وفين ولما يبقى عنده حاجة ولله أصلا لما يبقى فيه مشكلة ومش هتحصل وخد لك المنتخب الأولمبي وانت يا كابتن بركات جيت وكنت كده أنتبكي وتقول لجمهور الأهلي سامحوني لا جمهور الأهلي مسامحك ولا التاريخ مسامحك ومش بمزاجنا والله لو إحنا سامحناك على الهوى وقولنا يا كابتن بركات أنت أحسن واحد فيه تاريخ ما بيرحمش فيه تاريخ حيجي كمان سنوات وزي ما بنتكلم في موقف من 88 وعملين يحكي الدورة توجه إزاي وقتها مش حيرحم وحيجب في عشرية 22 كابتن محمد بركات كان واقف بيتفرج على إيه وبيتفرج على القضايا إيه وبيتفرج والأهلي بيخسر النهائي عشان بيتلعب في المغرب بسبب التحاد هو موجود فيه والله يا كابتن بركات التاريخ ما حيرحم وأنا بحلف لك وده شيء لا شك فيه قولا واحدا التاريخ مش هيسامحك ولو جينا بنتكلم في أن كابتن حازم خان منكم ملف المنتخب بس لأ أنت يا كابتن بركاتكم بتطلع تتكلم في التحكيم والنادي لأهل تظلم طب تعالوا نشوف كابتن حازم إمام سلطته إيه في ملف التحكيم كمان النهاردة حازم إمام حازم إمام ركب الشغلانة النهاردة ركب الشغلانة واشتغل من النهاردة بقى له 8 ساعات في اتحاد الكرة بيشتغل كارلوس كيروش فيه خط معاه ولو كارلوس كيروش حتى لو النسب 10-15% ما وفقش على العودة فيه بديل باسم كبير ومدرب كبير خلاص ما فيش غزار طبام نمرة 2 فيه تفاوض مع مدير فني أجنبي كبير صاحب خبرات كبيرة هيجي يمسك التكنيكا ديريكتور بتاع اتحاد الكرة ويحط مشروعه والناس هتقعد تتابع المشروع بتاعه نمرة 3 كابتن حازم إمام بيتفاوض مع مارك كلاتنبرج طبعا الحكم الدولي السابق والحكم في البريمير ليج السابق انه هو فيه بكرة فيه جلسة معاه عبر زوم وبنسبة كبيرة الراجل هيجي يمسك خبير تحكيم وهيمسك منظومة التحكيم في مصر فاحنا كده قفلنا 3 خانات 3 خانات دول لازم يتقفلوا بأسرع وقت ممكن ولازم الناس تبدأ تشتغل وكان لازم الناس من الأول إن هي تدي الشغلانة لأهل الشغلانة بالبال دي كتول عمرهم في الفلاحين ولا جي يدي لقيت خبازه وانت راجل بتاع إدارة اشتغل في قصة تانية انت راجل بتاع تسويق اشتغل تقول إنها مكورة لأهل الكورة خلاص خلاص مفيش خلاص حد هيدي فرصة لحد إنه هو إيه يقلل منه وإن هو خلاص إنه هو الناس خلاص شافت وعرفت وشافت التعدادات بتاع الشغل بتاعهم وإن كل حاجة مكشوفة خلاص إحنا في زمن يا جماعة مش طعف تعمل حاجة محدش هيبص عليك مش كلامنا كابتن حزم إمام ركب الشغلانة كابتن حزم إمام هو اللي بيختار رئيس لجنة الحكام هو اللي بيتدخل وتخيل الشخص اللي بيختار رئيس لجنة الحكام ومتداخل في القايمة الدولية وكابتن أحمد الشناوي الحكم الدولي قال الكلام ده هو هو اللي ما كانش عنده أي مشكلة إنه يقعد ما حكم أصلا كان عليه مشكلة إنه يدخل القايمة الدولية فارو ولا لأ اللي هو محمود عشور كانش عنه مشكلة إنه يتصور في فيديو معاه وهم بيتغدوا عادي جدا طيب يا جماعة بالمنطق ده هل أنا كمشجع أهلاوي مفترض إنه أنا أقول لا عادي هو كابتن حزم إمام يا جماعة ده منزح عن الخطأ هل كابتن حزم إمام ده شخص أنا أضمن إنه كل قراراته ما فقاش أي مشكلة فأقول خلاص هو يبقى مسؤول عن حكام ومسؤول عن مدرب ومسؤول عن اتحاد كورة ومسؤول عن كل حاجة تخص المنتخب وأنا بالنسبة لي أأمن إنه ده عادي لا ما أنا شفته بتشكر مبارع ومسؤول عن الزمالك صحيح ما بتشكر ما ده المعنى ما مسؤول عن حاجة تخص الزمالك كان موقفه فيها واضح فهل أنا يا جماعة أأمن ده ولا لا طبعا لازم يبقى فيه تصويت ولازم يبقى فيه موقف ولما كابتن شبير جاء تكلم في فيديو آخر وقال الناس واغضى على خاطرها عشان تعيين أيمن عبدالعزيز إن ما ترجع لهمش تمتخلين يا جماعة مين اللي بتالع لهم كده سواء أستاذ خالد الدرندلي أو كابتن محمد بركاتو يتقال ما ترجع لهمش وبدأوا يضايقوا كابتن حزم في المرتب ويقولوا له أصل هو وأنا عايز أقول لكم حاجة أنتوا تحطيتوا في الموقف ده والترابيزة دلوقتي مالت كفتها ترابيزة الاتحاد أي حد جوه الاتحاد وأي صحفي عارف إن كفتها مالة لكابتن حزم عارفين ليه؟ لأن كابتن حزم إمام كنزاكي قوي قوي قدر يعمل ظاهير جماهيري قدر يعمل ظاهير جماهيري في ظهره جمهور الزمالك شابو برافو كل جمهور الزمالك واقف في ظهره كل إدارة الزمالك مسنداء وكلهم بيشدوا به وعمل إيه بقى مع الأهلوية جردهم من ظاهرهم الجماهيري وإنتوا اللي لعبتوا اللعبة غلط إنتوا اللي دلوقتي تجردتوا من ظاهركم الجماهيري وقفين تتفرجوا لإيه؟ لأن مش هتعرف تاخد الخطوة دي إلا لما تصمم إن ما فيش حاجة اسمها حد مع الملفات ما فيش حاجة اسمها عشان أنا بزعل من التصويت فما فيش تصويت وإنت تبقى الحاكم بأمره لا افتكروا إن أي إخفاق للمنتخب لا قدر الله وإحنا هنا بدأنا الحلقة بإن إحنا بنتكلم إزاي عن المنتخب وكلنا داعمين للمنتخب افتكروا إن لما يحصل إخفاق مش هيجيبه كابتن حزم الرأي العام يحسب الواحد لا 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 كل واحد فيكو عيتحاسب فاللعبة تلعبت إزاي هو قدر يكسب شعبية جماهيرية وظاهير جماهيري وإنت خسرت الزاهير الجماهيري بتاعك يا كابتن بركات ويا أستاذ خلد الدرندلي ودلوقتي أصبح حزم إمام بيتشكر على الهوى وجمهور الأهلي على النقيد غاضب من نكو وله كل الحق أصل كابتن حزم اتعلم الدرس لأنه لما دخل في اتحاد كرة القدم المصري مع المهندس هاني أبو ريدا كان له وقع شهيرة جدا بعد هجوم جميعي نادي الزمالك عليه وقال يا جماعة هو أنا لسه ده أنا بتحسس الخطأ إدوني فرصة وبعد كده بقوا حاسبوني وكأن كابتن حزم إمام مفهومه مفهومه عن وجوده في اتحاد كرة القدم هو خدمة نادي الزمالك مش خدمة جميع الأندية المصرية عايز بس تعقبين بسيط تعقيب على بركات وتعقيب على كابتن أحمد حسان ميدو أحمد حسان ميدو شايف أن لعب القرى هو اللي يدير في واقعة كابتن حزم إمام مع أنه في رؤساء الأندية عنده قرارات تانية خالص وعنده وجهة نظر تانية خالص في إدارة الأندية سبحان الله وسبحانه مغير الأحوال ما بين رئيس الاتحاد اللي لازم يكون لعيب القرى يركب الشغلانة ولما يجي يتكلم عن إدارات الأندية بيبقى فيه نوع من أنواع النقد لعيب القرى لما يكون هو رئيس النادي النقطة التانية وهي كابتن بركات اللي فارس قال انت واخد المنتخب الأولمبي وما عندكش أزمات مين قال كده في جيله أزمة الشهر الجاي قبل السوبر المصري ودينا بننوه من دلوقتي ومن بدري قوي جدا لأن المنتخب الأولمبي عنده ارتباطات ولعبة النادي الأهلي منهم صفقات جديدة زي مصطفى سعد موجود في المنتخب الأولمبي زي مغربي موجود في المنتخب الأولمبي زي محمد أشرف موجود في المنتخب الأولمبي النادي الأهلي بالتأكيد هيكون محتاجهم في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك نادي الزمالك عنده لعب واحد ومش موجود في القائمة الأسية ولو اللعب المصاب هيبقى لعبين فقط لغير أتمنى من كابتن بركات يورينا القصة هتمشي إزاي في مباراة هي مباراة مهمة جدا لأنها بين الأهلي والزمالك على بطولة السوبر المصري هتلاقي وقتها أن كابتن حزم إمام اللي كان ماسكت ملف في المنتقب الأول بقليه قرار في المنتقب الأولمبي وفتكروا جملة أنا قلتها لكم في الأهلي خط أحمر والتاريخ هيشهد عليها إزاي تم تجريتكم من الظاهير الجماهيري على الجانب الآخر حد كسب ظاهير جماهيري فأنتم مش عارفين توجهوه دلوقتي فكروا فيها ونشوف جمهورنا بقى بعد الكرة أهلا بحراتكم الجديد والآله خط أحمر ومستكملين معاكم حكاية اتحاد القرى لأننا بصراحة مش هنسكت مش هنشوف خطأ بيحصل وهنسكت عليه في اتحاد قرى القدم المصري ده رقم واحد رقم اتنين احنا هنا دائما وابدا بنقول ما عندناش مشكلة طالما احنا في مظلة مسابقة واحدة نتناول كل الاندية وكل الاندية تتناولنا بس احنا مشكلتنا مع التجاوز مع التطاول احنا هنا بنتناول دون تطاول قصة أصبحت حديث الرأي العام من حقنا نفهم ومن حقنا كنادي أهلي ومن حق كل الاندية تعرف هل اتحاد قرى القدم أمين بما يكفي على وضع ميزان عادل حتى بعد كل الملاحظات اللي احنا قلناها دي ولا لا لأن القصة دلوقتي مرتبطة بكل لعبين وباعترافات أندية ورأساء أندية ومسؤولين في أندية على العكس اللي بيصدر من اتحاد قرى القدم المصري القصة باختصار شديد هي أزمة انتقال سيف الجزيري لاعب المقاولين العرب السابق إلى نادي الزمالك عندنا قصة واضحة جدا أن اللاعب تم انتقاله على سبيل الإعراء واللاعب كان فيه بند أحاقية الشراء مقابل مبلغ مالي والناس اتفقت على ذلك جات الاندية التونسية على رأسهم نادي الأفريقية قال لك بس أنا عايز حق رعاية سيف الجزيري فبعته للاتحاد الدولي الشكوى الاتحاد الدولي يبعت للاتحاد المصري فإذا بالاتحاد المصري يرسل للاتحاد الدولي ما يفيد أن انتقال اللاعب كان حر كان فري إزاي؟ ما عرفش فتعالوا نشوف بقى التصرحات المسؤولة عشان نبقى فاهمين هي القصة دي بتتم إزاي وإيه اللي داير في اتحاد كرة القدم المصري وإيه اللي بيتواجد في النفأ المفتوح ما بين نادي الزمالك واتحاد كرة القدم المصري عشان نفهم دي كمان بالتصويتة كابتن حازم والذي محتاجة أمور فنية نطلق ونشوف الفيديو دا لأحد أهم المسؤولين في نادي المقاولون العرب مهندس محمد عادل وهو بيتحدث عن صفقة انتقاد سيف الجزيري من المقاولين العرب للزمالك ونرجع نعاق بالنسبة للجزيري عقده دلوقتي إعارة بنية الشراء مش كده؟ بنية الشراء بالزبط كده هو عقد سيف الجزيري محدد واضح للطرفين عقد بنية الشراء إعارة بنية الشراء الإعارة بقدي كده والشراء بقدي كده بقدي يعني تمانية دول إعارة خلاص دول جاين لكم خلاص أخذتهم ولا لسق دفعوهم أخذتهم لحاجة جميلة بالحقيقة يعني عشان نكون صدقين واضحين نتدفعوه قبل أن ننضي أي تعقدات مع المستشار عماد مع المستشار عماد أخذتوا التمانية وما خدتش المباحثات لو تلك عشر دقائق بقى كتير يعني لسبب بردو بقوله بردو يعني الشيء بالشيء يذكر أن كابتن سيف في الوقت زود حالك كان جاي لأقود من الكويت وبتاع في نفس اليوم دخل الزمالك دخل مستشار عماد وكلم المواندس محسن صلاح كنت أنا على اتصال بالمواندس محسن وفهمه أن احنا ما عندناش مانا لأن هيروح الكويت سيف سألته قال لي أروح الزمالك فضل الزمالك خلص بالتليفون في عشر دايق فأقل من ساعتين ثلاثة كان وبعتلكوا الشيكة على طول تاني يوم الصرحة كان يشير مقبول قبل ما روجي يروح لهم مع نهاية الموسم إذا أرادوا الاستكمال يدفعوا 12 مليون ما كانش يرجع لكوا تاني بالظبط كده ممتاز وده هو عقد مقبول جدا يعني جدا يعني هو لما تسمع الكلام ده تحس أن اتحاد القرى كان في جزر معزولة لما يبعت للاتحاد الدولي أن الانتقال فري وإحنا عندنا تصريح من مسؤول نادي المقاولين العرب كان مع لجنة بتدير نادي الزمالك وهو اللي هو عماد عبد العزيز اللي خلص القصة في 10 دقايق بـ 8 مليون جنيه مقابل بند حقيقة شراء 12 مليون جنيه الكلام ده ممكن تقول كلام مرسل معينه جاي من مسؤول هنعرض لك دلوقتي بنود التعاقد اللي موجود فيها الـ 8 مليون والـ 12 مليون عشان نعرف هو اتحاد القرى في أي جزيرة معانا على الكوكب لأن الوضع صعب جدا لكن ده طالع من الأستاذ محمد عادل ده هذه الصورة زي ما حالكم شايفين البند الأول يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 8 مليون جنيه عند الإعارة البند الثاني في حالة رغبة الطرف في الشراء اللعب يدفع 12 مليون جنيه يعني الحصيلة كلها 20 مليون جنيه في سداد مستحقات سيف الجزيرة عند نادي المقولين العرب أعتقد القصة واضحة بشكل كبير جدا عايزين السؤال هنا اتحاد كرة القدم العقد اللي وصل لكم ده قلت انتقال حر ازاي لأن هنا في جهاز مركزي للمحاسبات ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات انه يتدخل ويتدخل على نادي المقولين العرب ونادي الزمالك لان دي حقوق أندية واهم القصة في اتحاد كرة القدم بتدار ازاي بعدالة ولا بنفق مفتوح ما بين نادي الزمالك واتحاد كرة القدم ده السؤال اللي احنا بنتراحه يمكن حد يجي يقول ان تصراحات المهندس محمد عادل دي كانت تخص المقولين ويمكن ده اللي ما عمله الزمالك أو عمل حاجة مختلفة ويمكن الكلام ده مصحيح طب ببساطة نشوف رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وهو بيتكلم عن انتقال سف الجزيرة جزء بتاع سف الدين الجزيري طبعاً هو كان جاي عرب نية البيع في ينار اللي فات مزبوط لان فيه كلام كتير تقال وانه ده يعتبر قيد تاني واقول مع شكاء بقول الكلام كتير بيبع الظريف جدا النهار ده تسمع الكلام ده بتتحك طبعاً بتتحك طبعاً لان احنا اما جينا النادي كان لجنة اللو عماد عملوا على تعاقد ما بين نادي الزمالك ونادي المقانون العرب تمام باعارة سف الجزيرة لنادي الزمالك ومن حق نادي الزمالك يدفع 12 مليون اعتاقت حاجة كده 8 مليون اعارة وفي حالة الشراء تفعيل بند الشراء يبقى 12 مليون فاحنا بالزل بدل 8 أفندم غير 8 يعني يبقى 20 مليون كل مزبوط 8 اعارة و12 تفعيل بند الشراء ده بيتوافق مع كلام المهندس محمد عادل ده بيتوافق مع اللي عرضناهلكو على الشاشة انه موجود في العقد بين الناديين اذا ازاي الاندية التونسية سواء الافريقا او اتحاد بن جردان لما بعتوا للفيفا طلع في 11 يناير خطاب من الفيفا للاندية التونسية بيقول ان اتحاد الكرة المصري قال له ده ان انتقال حر وعيب ان اتحاد كرة القدم المصري يكون متورر بشكل او باخر باخفاء بيانات صحيحة تاخد من حق اي نادي جوه مصر او بره مصر ولكن يبدو كده ان القصة ووسما كان بيقول اتحاد الكرة في جزيرة لا اتحاد الكرة مش في جزيرة اتحاد الكرة في 100 عقبة يعني ده اللي انا شايفه اتحاد الكرة مش في جزيرة اتحاد الكرة في 100 عقبة لانه لما تيجي تشوف المشهد هيبقى عندك مليون علامة استفهام في حاجات كتير جدا سواء قيد لاعب بالشكل ده او سواء منتخب بيطلع منه اللعيبة وانت خلال معسكر منتخب اللعيبة بتخرج وتروح وترجع لنادي في صبقة عمرنا ما شفناها في تاريخ الكرة المصرية او سواء اتحاد الكرة اللي عنده ازمة وحكام ما خدوش مستحقتهم من شهر 3 ومع ذلك بيجدول 76 مليون لنادي وياخد منهم 5 مليون الله اعلم اتصرفه ولا لا بعد الحجز على ارصدة النادي ده اللي يخلي اتحاد الكرة يعمل كل التضحيات دي بتاريخه الا لو هو مش في جزيرة انما في ميت عقبة حلقة نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا فيها من الاهلي خطة اشتركوا في القناة